السادة أعضاء الحكومة، السيدات والسادة المستشار المحترمين هدوء من فضلكم عملاً بأحكام الفصل 100 من الدستور ووفقاً لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس المستشارين يخصص المجلس هذه الجلسة لأسئلة السيدات والسادة المستشارين وأجوبة الحكومة عليها وقبل تناول الأسئلة الشفائية المدرجة في جدول أعمال هذه الجلسة أعطي الكلمة مباشرة للسيد الأمين لطلع المجلس على ما جد من المرسلات والإعلانات لكم الكلمة سيد أمين شكراً سيد رئيس محترم السادة الوزراء المحترمون السيدات والسادة المستشار المحترمون توصلت الرئاسة في الفترة ممتدة من 17 مايو 2023 إلى تاريخه بـ 44 سؤالاً شفاهياً 51 سؤالاً كتابياً 51 جواباً كتابياً وطبقاً لمقتضايات المادة 168 من النظام الداخلي من جلس المستشارين توصلت الرئاسة بأربع طلبات لتناول كلمة في نهاية جلسة الأسئلة فهي ليومه 23 مايو 2023 حيث وبدت الحكومة استعدادها للتفاعل مع طلب واحد تقدمت به مجموعة الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل حول استمرار ارتفاع الأسعار ببلادنا على أن تتم برمجته في جلسة عمومية لاحقة في حين عبرت الحكومة عن تعذر التفاعل مع باقي الطلبات الثلاث الطلب الأول حول الحقوق والحريات النقابية بالمؤسسات العمومية التابعة لوزارة الشباب والثقافة والتواصل أرشيف المغرب المكتبة الوطنية للمملكة المغربية المكتب المغربي لحقوق المؤلفين الطلب الثاني حول مدى احترام القانون الحريات الحقوق والحريات النقابية بالمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وقد تقدم بها فريق الاتحاد المغربي للشغل أما الطلب الثالث الذي تعذر على الحكومة التفاعل معه فيتعلق بالإجراءات المتخذة لضبط أتمنة الآضاحي ونحن مقبلين على عيد الأضحى وقد تقدمت به مجموعة كونفيدرالية الديمقراطية للشغل شكرا سيد رئيس شكرا لكم سيد أمين إذن نستهل جدول أعمال هذه الجلسة بالسؤالين الموجهين لقطاع الأوقاف والشؤول الإسلامية حول موسم الحج ولداني تجمعهما وحدة الموضوع هناك طلبين على نقاط النظام هل فعلا خرجت عن نظام تسير هذه الجلسة مبتي الفريق الكاداشا شكرا سيد الرئيس تسير مؤسسة مثل مؤسسة مجلس المستشارين هو تسير سياسي وتشرين تسير من أجل إعادة ثقة في هذه المؤسسة لدى الشعب المغربي لأن اليوم كنشوف الحكومة تتهرد منذ شهرين عن إجابتنا كنفدرال ديمقراطية الشغل حول ارتفاع الأسعار بالإضافة اليوم أننا مقبلين على عيد الأضحى وإحنا كنا نسمعوه كنا نعرفو السوق شكي يقول أنه يكون هذه السنة نقص حاد في الأضحى والأثمينة ستكون تجاوزة الحدود الحدود ديال الدخل ديال المواطن المغربي بغير مقبول اليوم لأنه هذا الوضع لم يتم تخذ إجراءات لكن هذه الحكومة ستجاوبنا اليوم وإنت ستجاوبنا من أورا منين تخطى عيد الأضحى لا سيد باقي جوشتقيق ديالي سيحطار مني نكمله وتمو جوشتقيق في نقطة نظام تي محدد لتوقيت لا جوشتقيق عدنا الحق جوشتقيق خلونا نتكلموا في أمي لا يمكنك تحاصرون أفكوتي لا نتكلموا في نقطة نظام لا عندي جواب عندي جواب نعطيك الجواب خلونا نعبره نعطيك الجواب السيد الرئيس سيدي الرئيس نعبره على موقفنا لأنه لا يعقل أننا رأى ولا سلطة نفيذية دير الحجر على هذا المؤسس لأننا نحن نحمل المسؤولية لمكتب المجلس لأنه في الوقت الذي نحن القانون ينظم العلاقة بين سلطة الشريعية وسلطة نفيذية سلطة نفيذية الآن هي التي تحكم في المؤسسة وكترفض لأنه لا يمكن هذه السنة وما تعطونه إجراءات قبل عيد الأضحى الذي تضمن جميع المواطنين وغصر المغربي شكرا سيد رئيس لأننا سنسبوا في حاس شكرا سيد رئيس عندي لا سيد رئيس رجاء رجاء سيد رئيس رجاء 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 سيد رئيس جاوزت الحدود للغاقة واللياقة سيد رئيس رجاء الحكومة أبدت استعدادها للتفاعل مع طلبكم في الجنسات المقبلة إذن لا خلق سيد وزير المنتدف الميزانية يجو وش صو لصاحب نقطة نظام الأخرى تفضل سيد ممتل الاتحاد المغربي للشغل تفضل 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 سيد مستشار الله يخليك رجاء رجاء لا يخليك لا يخليك ما يمكنش تمرر أسئلة ما عندك شفاء الحق وإلا ما يبقاش عندنا نضباط لجنو الأعمال الجلسة الله يخليك سيد مستشار رجاء رجاء لا يخليك رأني قلت لك يو تسمع يو تسمع يو تسمع يو تسمع يو تسمع لا وممكنش وإذن لا لا ممكنش لا ممكنش لا و جاوزتي جاوزتي حدود اللياقة ولا بقى سيد مستشار قلت لك بأن الحكومة أبدأ استعدادها للتفاعل مع الطالب التي تقدمت به السيدة المستشار فاطمة زقاق عن مجموعة الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل حول استمرار ارتفاع الأسعار ببلادنا رأي أنت ما يو تسمع ولكن ذلك على أن تتم برمجته في جلسة دي الأسئلات الجلسة العمومية لاحقة إذن هذا كان الرد للحكومة تفضل السيد المستشار المحترم لك الكلمة سيد رئيس وإن كنا في فارق الاتحاد المغربي للشغل نتفهم القانون لمنحق الحكومة قبل أو ترفض لأخذ الكلمة ولكن كنا نتمنى لو أن الحكومة تصير ديمقراطية للدستور ولا القانون لأن عدم إجابتها أو تهربها من عدم الإجابة أنها تساند الحلقة الأقوى الحلقة التي تحارب العمل النقابي داخل من دبيا السامية المقاومين وعضاء شيش تحرير وداخل المؤسسات لتابعة الوزارة الاتصال مع كامل أسف لو أن الحكومة رفضت جاوبنا ووقفت هذه الناس عند الحدي لهم واحترمت بالفعل الأسوص بناء الدولة الاجتماعية في البلاد تعنا ما كناش غنص نضطرين باش نحض الكلمة شكرا سيد رئيس فلهذا أطر جاك سيد رئيس فلهذا نناشد الحكومة نناشد الحكومة شكرا تمني ديالكم سيد رئيس خصلاة في محكمة سوريا ما كنت توقيت فيما يخص نقاط نظام متسير الجنزا وليس تدخلات ولكن تكون التوبة كذلك عرق لنا باش ندوي وستيد رمي تمفوضة نتحكت بهدو والسيد رئيس ما تستفز نجدين بهدو اخنا سألوا بهدو وتمارس حق ماشي ديالك هذا ماشي أنا ترمارس حقي مقنضان تنضيف هذه ماشي نفتح نظة أرى المشكل ولا معك تمشي مع الحكومة أنا أنا مشكل مع القانون ماشي معي أنا أنا مسؤول على تطبيق القانون أنا مسؤول على تطبيق القانون وانتا تريد أن تتجاوز القانون وبالتالي للبيت رب يحمي لا يمكن لأن أسمح لك بممارسة حق ليس لك لا يمكن لأن أسمح لك بممارسة حق ليس لك إذن أمر لجدو الأعبال وأعطي الكلمة للمتدخل الأموالي وهو من فريق الأصالة ومعصرة فيما يخص التحذير لموسم الحج الكلمة لأحد الفروق لأحد المستشارين من فريق الأصالة ومعصرة تفضلوا السيد المستشار محترم تفضل السيد المستشار تفضل السيد المستشار تفضل السيد المستشار تفضل السيد المستشار لك الكلمة بسم الله الرحمن الرحيم تفضل السيد المستشار لك الكلمة تفضل السيد المستشار لك الكلمة تفضل السيد المستشار تفضل بسم الله الرحمن الرحيم الصوت ما كان في السيد الرئيس تفضل سيد رايش إذن سيد مستشار واشكا تمتاني عن طرح السؤال تفضل لك الكلمة الكلمة للسيد المستشار من فريق العصالة والمعصارة الكلمة للسيد المستشار من فريق العصالة والمعصارة حقيقية يعني دستورية تفضل دكتور هاو ما غديشهدوش نقطة نظام ولا توجدوه معين خلينا نسترجعو بشكرا سيد رئيس عمليا احنا تحكمنا تحكمنا دستور وتحكمنا نظام داخلي وبالتالي عمليا النظام الداخلي دير دواها بيت طلبات ديال الفيراق وبالتالي لك انشي اشكال احنا بصدد تعديل النظام الداخلي نعدلو هذا النظام الداخلي اما الجلسة الان تبدأ وتبدأ بمجموعة من النقاط اللي لها علاقة باسئلة وبمواضيع كان يمكنها تطرح فبالتالي نقول لي وتنسيها لكل وقت جوج ديال المرات الحكومة تفعلت مرحبا الى بقاتل العملية راحنا من موقع الاغلبية غانب قاول ناخد نقطة نظام في كل جلسة وكل واحد يطرح الاشكالات مفهومة دكتور شكرا الرسالة وصلت ونقطة نظام الى حد دين ما اذا سيد مستشار المحترم تفضل تفضل سيد مستشار نسألكم سيد الوزير المحترم عن اجراءة التي ستتخذونها لضمان مرور موسم الحجل هذه السنة شكرا لكم الكلمة سيد الوزير تفضلوا بسم الله الرحمن الرحيم السيد الرئيس إذا بغيت تجواب كل واحد بغيت وحدة الموضوع على سيد الوزير لا بغيت تفضلوا مرحبا إذا السؤال الثاني موضوع تنظيم رحلات الحجل لهذه السنة والكلمة لأحد المستشارين من الفارق الاستقلالي سيد العب السلام تفضل سيد الرئيس القيد محترم تفضل سيد الرئيس السادة الوزراء الأخوات الإخوة سيد الوزير تنظيم رحلات الحج وتنظيم الحج هذه السنة الفارق الاستقلالي يرغب في تعميم الفائدة على الشعب المغربي بصفات عامة ليعرف ما له وما عليه سيما وهم واثقون من تمرسكم وحنكتكم في الموضوع شكرا لكم الكلمة الآن سيد الوزير بسم الله الرحمن الرحيم السيد الرئيس المحترم السادة المستشار المحترم السيداء المستشار المحترم شكر السيدين المستشار المحترمين وفريقهما على سؤالهما وهي مناسبة ليطلع مجلسكم المقرع الخطوط العارضة لجملة تدابير تنظيمية المتعلقة بتأثير ومواكبات الحجاج لأداء مناسكين في أحسن الظروف فيما يخص الترتيبات بأرض الوطن تم اجتماع اللجنة الملكية للحج يوم الأربعة سبع تاشت تحديد مصارف الحج بالنسبة للتنظيم الرسمي في 62 1929 فصلت 90 ديرهم تحديد تاريخ الأدام من 22 فبراير 2023 إلى غيات يوم الجمعة 10 مارس 2023 انتقال مؤطرين ومرافق الحجاج حسب حصة كل عمل أو إقليم بمعدل مؤطر واحد لكل 50 حجان وتنظيم دورات كوينية لفائدتهم حول طبيعة مهمتهم والعمل الواجب القيام به طيلة رحلات الحج تحديد أعضاء البيعاتات الإذارية والعلمية والطبية والإعلامية في حوالي 750 عضوا تم إفاده أول فوج منها يوم 19 مائل 2023 عقد اجتماعات مع الشركتين ناقلتين الخطوط المغربية والسعودية لوضعي وضبط برنامج نقل الحجاج وتحسين الخدمات المقدمة لهم على متن الطائرات أول رحلة في مرحلة الدهب ستكون إن شاء الله يوم جوج يونيو 2023 آخر رحلة في مرحلة الدهب ستكون يوم 22 يونيو 2023 أول رحلات عودة يوم 3 يوليو 2023 وآخر رحلة يوم 22 يوليو 2023 تنظيم دورات تدريبية اعتبارا من شهر مرس 2023 لفايدة جميع المواطنين المقبلين على أداء مناسك الحج بمختلف بقرات المجالس العلمية بجميع مناطق الملكة تكتيف البرامج التوعاوية عبر وسائل الإعلام وبالمساجد بمختلف اللاجات وشملت توعية الدينية والإدارية والصحية إعداد أدوات توجيهية وإرشادية لمراحل الحج مضمنة في شريط تطبيق إلكتروني التحميل على الهواتف الدكية يشمل كل الدروس والإرشادات المتعلقة بأداء مناسك الحج بجميع اللاجات وكذا كتب دليل الحج والمعتبر ومطويء إفعال ولا تفعال وستوزع على جميع الحجاج العمل الانخراط في الإجراء المتخذ من قبل الجهات السعودية والمتمتل في تسجيل الخصائص الحيوية البصمات زائد الصورة بواسطة الهواتف النقالة لجميع الحجاج عبر تطبيق المحدث لهذه الغاية ساودي فيزا بيو التنسيق مع القطاعات والمؤسسات والهيئة العضاء في الجنة الملكية الحج المتدخلة في هذا الملف كلهم في مجال اختصاصاته اما الترتيبات مع الجهات السعودية فقد تم عقد الاجتماع السنوي مع السيد وزير الحج السعودي بتاريخ سعودي يناير 2023 لتدرس جميع الترتيبات المتعلقة بموسم 1444 وتوقيع محضار اتفاق يحدد هذه الترتيبات والتنظيمات ونتذكر منها تحديد مسؤوليات كلهم من بيعتها المغربية للحج ومختلف الجهات السعودية وضع الإطار العام لتأمين السكان والتغذية للحجاج بالدير المقدسة وضع الترتيبات اللازمة لضمان سلامة الحجاج لتفويج لجسر الجمارات وضع الترتيبات الضروية لتوفير أماكن وخيام وأفرش واغتياء كافية بمشعار مينان وتوفير الأطعم والماء الشرب بالكم الكافي طيلة المناسك وضع الترتيبات اللازمة المشاعر المقدسة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم سيد الوزير أعطي الكلمة الآن للسيد المستشار من فريق الأسر والمعصرة في إطار تعقيب سيد الوزير سيد المستشار والمحترمون بداية نشكركم سيد الوزير على المعطيات والتوضيحات التي تقدمتون بها ونحن في فريق الأسر والمعصرة نتمين عاليا الجهود التي تبدو لها الوزارتكم بتنفيذ تعليمات المالكية السامية لإنجاح عملية الحج والحج يعد من أركان الإسلام الشعير العظمى التي تطلع المسلمون في كل أنحاء العالم لتأذيتها في ظروف جيدة نتمنى هذه المناسبة حج مبرورا وسعيا مشكورا لجميع الحجاج المغاربة وأن يعدوا مناسيكهم في أحسن الظروف والأحوال ويعودون إلى وطنهم سالمين غالبين سيد الوزير المحترم على الرغم من أن موسم الحج مرتبط منذ زمن بعيد بالصعوبة والمشقة التي تحو تمحو الدنوب وترفع الدرجات إن أن الوزارة استطاعت مراكمة تجربة متميزة في مجال تدبير هذه المحطة الروحية هي مناسبة لإشادة بكم سيد الوزير المحترم وبكل العاملين معكم وكل المتدخلين في المجهودات والأدوار التي تقومون بها من أجل إنجاح موسم الحج للعناية الحجاج المغاربة وحسن استقبالهم في هذا الإطار نؤكده على أهمية الأدوار التي تقومون بها على مستوى التنسيق مع السلطات السعودية والمجهودات التي قامت بها اللجنة الملكية للحج لتحضير موسم الحج 2023 وأعداد لوائح المواطنات والمواطنين الذين سيؤدون المناسك هذا الموسم مشيدين بقرارها القاضي بإحسفاد بمن لهم الحق في الحج في الموسم الماضي مع اللجوء إلى اللوائح لانتظار الناتجة عن القرعة 2019 لاستكمال حصة وإلغاء شروط المحرم بالنسبة للمرأة التي يقل عمرها عن 45 سنة في عملية تجيل هي مناسبة أيضا لتنويه بالعمل الذي يتقوم به البيئة الصحية المرافقة للحجاج بمختلف المؤطرين والمساعدين والأدوار الكبيرة التي قامت بها مختلف المجالس العلمية المحلية بالمملكة بتنسيق مع المندوبيات الإقليمية والجهوية في إطار برنامج تعطير الحجاج الذي يتناول الجانب الشرعي والإداري والصحي في الحج نتمنى السين الوزر المحترم وحتى يؤدي الحجاج المغرب في هذه السنة أيضا فريدة الحج في المنطق الشرعي وفي أحسن الظروف على مستوى الإيواء والإقامة والتنقل فإن تعيين تعزيز التنسيق مع كل المتدخرين وتتبع مراقبة الشركات الوكالة الأصفار حتى لا يقع التجاوز الذي تؤثر على أداء الحجاج لمناسكهم على أكمل وجه في هذا الصداد يتعين العمل على حل إشكالية التنقل عبر الخطوط الملكية المغربية بالنسبة للوفد التابع للوكالة الأصفار حيث أن عدد طائرات مخصصة لهذا الغرض بمختلف مطارات المملكة ضائل جدا ولا يستجيبوا لعدد الحجاج لهذا الوفد الخاص في ذل لعدم رغبة شركة الخطوط السعودية لحدود الساعة في المساهمة في التنقل لحجاج المغاربة وشكرا سيد الوزير شكرا لكم سيد مستشار أعطي الكلمة لأحد السعاد السلام في طار تعقيب من فريق الاستقلالي الوحدة والتعادلية شكرا سيد رئيس سيد الوزير باسم الفريق الاستقلالي نود أن أنوها بالمجهودات التي تبدلونها والغاية من سؤالنا كما سلف أن ذكرت هو تنوير الرأي العام بطريقة أو طريقة الحج وكيف ومتى والرحلات كلها كانت من لدنكم نقطة إيجابية تباعا للتوجهة السامية لجلالة الملك الذي ما فتئ يولي أهمية كبرى للحجاج المغاربة وهنا نحن نرى كل عام تزداد العناية السامية لجلالة الملك تنفذونها أنتم سيد الوزير بحنكتكم وما ركبتموه من تجربة في هذا المجال اليوم نعرف جيدا أن متى ستنتقلوا متى سيكون هذه الرحلات وهذا مهم جدا إضافة إلى العناية للأطر المرافقة سواء من لجنة طبية أو المرشدين أو المرافقين الذين يوضحون مناسك الحج بطريقة علمية ومنظمة فدائما تكون الاكتداد في واحد المناسك معين بحثنا مينا والصعود إلى الدهب إلى عرفة والنزول إلى المزدلفة كلها تجمع كبير والمغاربة يجدون السند من عند المراقبين الذين يولون اهتمام كبير للحجاج المغاربة وهذا شيء جميل فالله الموفق ونتمنى لحجاج هذه السنة سفر ميمون وعودة بالنفع والمغفرة إن شاء الله ولجلالة الملك الدوام الصحة والعافية بحل الله السلام عليكم شكرا سيد العسل شكرا سيد مستشار عندكم شيء رد التعقيب سيد الوزير في بعض تواني ما عنده رد كان شكرا سيدين مستشارين على تشجيعاته وكان قول وقت ما كانت الفرصة باش نتذكروا على الحج كانت تجهل الحجاج والحجات أن الحج هو مسألة مقف مقف على القبول لله تعالى ولذلك الحالة النفسية ديالهم الروحية هي حاسمة أولين كان شروط اللي مذكورة لا رفتا ولا فسوق ولا جدال في الحج ومشي معناه أنه كانوا بغيرون تخباوا بشي حد ما يقولنا ما ذرتوش لك هذا لا خص الناس اللي يمشيوا الحج يمشيوا في واحد جو روحاني فاش الله تعالى تقبل منهم إن هذه القضية ما كانت تشباش الحوائج الأخرى اللي كان طلبوا فيها وكان دخلوا فيها نحنا كان بدلوا بجهود يا الله تعالى رقيب علينا ولكن خص الحجاج والحاجة يمشيوا في واحد نية صديقة واحد صبر صبر الله تعالى ما قلناش صبر مرات إنه مرات في القرآن باش من ما يتذكرناش على الحق ذكرنا الحق والصبر تواصلوا بالقوة تواصلوا بالصبر في ذلك لابد تكون هذه فرصة باش نتذكروا على هذه القضية هذه شكرا شكرا لكم سيد الوزير على مساهمتكم معنا في هذه الجلسة وننتقل إلى الأسئلة الآنية الموجهة لقطاع الصناعة والتجارة حول صناعة السيارات بالمغرب والتي تجمعها وحدة الموضوع والبداية مع سؤال فريق الأصالة والمعسرة وموضوعه أفاق تطوير منظومة صناعة السيارات بالمغرب الكلمة لسيد رئيس الفريق تفضل شكرا سيد رئيس سيد وزراء المحترمون نسألكم سيد الوزير المحترم حول أفاق تطوير منظومة صناعة السيارات شكرا الكلمة الآن في طرح السؤال الثاني هي لأحد السادة والسيدات من الفريق الاستقلالي في طرح السؤال متعلق بموضوع تطوير صناعة السيارات بالمغرب نفس سؤال سيد رئيس نفس سؤال السؤال الآن الثالث موضوعه والستراتيجية المحتمدة لتطوير وترويج السيارة المغربية والكلمة لأحد السادة المستشارين من فريق الاشتراكي تقدمنا سيد مستشار نفس سؤال إذن الكلمة الآن لسيد وزير صناعة والتجارة للإجابة على الأسئلة المتعلقة بصناعة السيارات بالمغرب تفضل أجل أجل موضوع مهم جدا ونحن نفتخر بالسيارة المغربية إن شاء الله تفضل لقد نرجتي عندنا في سيارة الكهربائية اليوم بغيناك جيب سيارة المغربية إن شاء الله إن شاء الله شكرا سيد رئيس سيد الوزير السيدات والسادة المستشارين المحترمين شكرا على هذه الأسئلة في الحقيقة الصوت لاري زي سيبو بلي الصوت لاني فين بركضاء صافي الصوت شكرا سيد رئيس شكرا سيد الوزير سيدات والسادة المستشارين شكرا السادة المستشارين على هذه الأسئلة على هذه السؤال الهام اللي جاء في مرحلة دقيقة للتطور ديال بلادنا هات المرحلة نتيجة شغل وعمل وأولا وقبل كل شيء رؤية ملكية سامية وشمولية هات الرؤية الشمولية عندها عدد ديال الأبعاد أولا طموح لمغرب مظاهر مغرب الفرص اللي كيقدم الفرص والعمل اللاقي ولي كيستجب الطموحات ديال المغربيات والمغاربة مغرب متقدم هات نتيجة هي نتيجة أولا رؤية وستراتيجيات وعمل دؤوب وتتبع ملكي مستدام لمدة أكثر من عشرين سنة في كل الأبعاد أولا الأمن والاستقرار ما كنش مستثمر غيجي عندك لما كنتش وفرت الأمن والاستقرار تانيا الانفتاح السوق المغربي أنا داك ولا زال غير كافي لاستثمارات في هذا الحجم وفي هذا القطاع كنا عارفين كانت عندنا منصة محتشمة لصناعة السيارات واليوم والتي عندنا منصة كبيرة ثالثا بنيات احتياء اللي كتوفر القدرات اللوجستيكية والطاقية والعقارية بالنسبة للصناعة كنا كنا نتوقع تصوروا هذي عشرين عام كتدير مصنع بعض المرات كيتاح عليك الدو هذي ما بقاش ما ممكن لك جيب مستمر ومستثمرين في هذا الحجم لا ما وفرتش طاقة بكفا لا ما وفرتش ميناء كميناء تنجر متوسط اللي هو أكبر ميناء اليوم في إفريقيا وفي البحر الأبيض المتوسط هيرتصوروا البحر الأبيض المتوسط مواني إسبانيا وفرنسا والطاليان وتركيا إلى آخر أكبر ميناء في البحر الأبيض المتوسط ورابع أنجع ميناء في العالم يلا خلوش تصنيف البحر رابع أنجع ميناء في العالم ثالثاً تكوين المهني الكفاءات يا ما قلنا على التكوين وقلنا بأن الكفاءات المغربية ما كانوش ولا مشي في المستوى اليوم بشهادة الجميع وبشهادة المستثمرين الكفاءات المغربية من أحسن الكفاءات الصناعة على الأقل في العالم رابعاً طموح طموح باش نوصلوا لهذا المستوى باش نجلبوا باش نعاونوا باش ندفعوا عقلوا على رونو مني كان جاء رونو المغرب كان كي جمع حلي كي يقولوا كان فخروية ديال عشرة لاف سيارة في السنة صاف نسبة الإدماج 12-15-20% اليوم المنصة المغربية القدرة الإنتاجية ديالها 700 ألف سيارة وغاديين المليون سنينة عليه إن شاء الله في 2025 طاقة الإنتاجية دياله المغرب صناع العام اللي فات 880 ألف سيارة كان يصناع أكثر ولكن بعض المواد كانوا نقصين المنظومة صناعة السيارات عشرين عام ديال الخدمة هي 160 مصنع 160 مصنع اللي كتشغل 220 ألف كفاءة مغربية منهم 15 ألف مهندس اللي كيشتغلوا على البتكر واللي كيبتكروا سيارات جديدة ماشي غير سيارات اللي كتصنع في المغرب تالسيارات ومن أعلى مستوى اللي كتصمم واللي كتصنع خارج الوطن اليوم المنظومة الصناعية اللي شافها سيدنا هذه عشرين عام وده الأشوز ديالها باش توجد وتبعا يوم بعد يوم مكنات المغرب مكنات المغربة باش يحلموا بأنهم يصنعوا سيارة بعلامة مغربية ويستفدوا من المنظومة خمسة وستين في المئة ديال الإدماج المحرك مجمع في المغرب الشاسي مصاوبة في المغرب تاداك لكو كون في بغدو فاخ تاهية مصاوبة في المغرب لسياج مصاوبين في المغرب خمسة وستين في المئة ديالها السيارة سيارة نيو اللي كرم رائد مشروع يالها سيدنا الله ينصروا يوم إثنين الماضي ماشي هذا اللي قبل منه اللي كرموا سيدنا حلم هادي سبع سنين شاف المنظومة المغربية حلم باش يصاوب علامة مغربية عدد مننا احتفل قاعة حلموا بهذه العلامة المغربية وكانوا أسئلة فهذه القاعة وفهذه المجلس الموقار بالنسبة لهذه العلامة وهذه السيادة اليوم هادش يتحقق بكفاءات مغربية رغم القيل والقال بكفاءات مغربية سيارة عالمة مغربية للعموم في المتناول وسيارة في المستوى ثانيا سيدنا كرم الله ينصروا مغربي من الخارج عنده ثلاثين عام ولد عامل في مصنع السيارات حلمته هو بسيارة الهيدروجين سيارة فاخرة وجاء بعادات الابتكارات في السيارة معلوم سيارة الهيدروجين معروفة هذه عشرين ولكن الابتكارات اللي جاء بها فيها الحس والدم المغريبي شنها هي الابتكار؟ أول هو ذاك الكابسول الرشارج كتبتل ذاك الكابسول وكتعود دخلها من جاج شامتها مغربية ثقافة دي البوطة كتبتل البوطة حيث الهيدروجين باش تسمعوا وباش تحن به السيارة خطير وخطير جدا ثانيا جاء بحلم سيارة فاخرة مغربية إفريقية وخابدة هو كبر في الخارج مغربي العالم وبغير يصنعها في المغرب وتشوف الفرحة ديالو نقدمها أمام سيدنا أمني سيدنا وشحوب الكفاءة الفكرية الحلم ديالو هو يصنعها في المغرب بسيارة فاخرة اللي غاتمشي تنافس أعظم السيارة كيرلا بدات مشروع وقع عنده ست سنين مشروع مبتاكر إن شاء الله هاتسيارة ستخرج للوجود نهاية سنة الفين وست وعشرين بداية سنة الفين وسبعة وعشرين مواكبة ديال الحكومة ديال سيدنا كينا بشتعم هات الشباب وبشتبين لكل المغاربة أن الحلم ممكن أن المغرب أو حل رأسه سيدنا اللي ينصروا كيواكب الجيل الجديد لهذا المقاولين كانوا في المغرب أو خارج الوطن وأن هذا المنظومة نتيجة رؤية شمولية واستراتيجيات متكاملة لمكنات من الوصول إلى هذا المستوى في صناعة السيارات تالت بلد اللي عنده أحسن تنافسية في العالم والمكنات المغربة داخل وخارج الوطن بشي حلموا ويخرجوا لنا هات الابتكارات وشكرا شكرا سيد الوزير نزل لكم اثنين وخمسين تانية في إطار رد التعقيبي إذا نعطي الكلمة الآن لسيد الممتيل سيد المستشار عن فريق الأسرة والمعسرة في إطار التعقيب على رد سيد الوزير شكرا سيد الرئيس في البداية نود أن نحييكم سيد الوزير المحترم على مجهوداتكم الجبارة التي تقومون بها للنهوض بالقطاع الصناعي الوطني حيث عرفت بلادنا في الآونة الأخيرة نجاحات صناعية كبرى معترف بها عالميا بفضل التوجيهات السامية لصاحب جلال الملك محمد السادس نصر الله التي جعلت من المملكة وجهة موثوقة لكل من الفاعلين الوطنيين والدوليين في صناعات المتعددة وعلى رأسها قطاع الصيارات الذي حقق إنجازات تجعله مستمرا في احتلال المرتبة الأولى في فريقيا من حيث التصناعي وهي فرصة الإشادة بإشادة برعاية الملكية السامية التي يوليها صاحب الجلال للمشاريع المبتكرة التي من شأنها تعزيز السيادة الصناعية وتقوية علامة صنع في المغرب الترأس جلالته الأسبوع المنصر حفلة تقديم نموذج سيارة أول مصنعي المغربي كما قلتم السيد الوزير والنموذج الأولي لمركبة تعمل بالهيدروجين قام بتطويرها شاب مغربي ولا أدل عن ذلك في هذا الشأن السيد وزير المحترم تطوير برامج تكوين المهني والبحث العلمي والابتكار وجعلها تساير المتطلبات العلمية والبشرية لتطوير منظومة صناعة السيارات ببلادنا وذلك من خلال شراكات بين الجامعات والوحدات الصناعية بالقطاع بهدف خلق تكوينات جديدة وتطويرها من أجل ملاءمة التكوين في الجامعات والمعاهد مع متطلبات سوق الشعب وشراكات بين وزارتكم الموقراء ومكتب التكوين المهني والشراكات المصنعة من أجل مواكبة تطوير وتنمية صناعات السيارات من خلال إعداد موارد بشرية مؤهلة بما يتماشى مع احتياجات القطاع وفي الأخير نود التأكيد على أهمية قطاع صناعة السيارات في تعزيز ورش السيادة الصناعية في بلادنا الذي من شأنه خلق فرص الشغل وتحفيز استثمارات المحلية المنتجة وخاصة توفير لذا أنتم مطالبون سيد الوزير المحترم بالعمل على توجيه الرأس مال المغربي نحو قطاع السيارات وفق العمل في تكامل مع أهداف ميتاق الاستثمار الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال وتيسير عملية الاستثمار وكذا العمل على توفير إجراءات تحفيزية للمستثمرين المغاربة الراغبين في التوجه نحو هذا القطاع ومواكبتهم وأخيرا نتمنى لكم سيد الوزير المحترم التوفيق والنجاح لما فيه خير المملكة وشكرا شكرا سيد مستشار المحترم أعطي الكلمة الآن لأحد أفراد الفريق الاستقلالي سيد مستشار المحترم تفضل شكرا سيد الرئيس أولا نشكر سيد الوزير على المجهودات التي يقوم في هذا المجهود لقد أنشأت بلادنا البنية التحتية اللازمة التي من شأنها تسهيل جميع الخدمات اللوجيستيكية اللازمة لأجل صناعة السيارات وتسهيل تسويقها وتصديرها وذلك بدافع تطوير صناعة السيارات المملكة وبذلك استقطب المغرب علامتين معروفتين في هذا المجال وأنشأ معملا أولا بطنجة وتانيا بالقونثيرة إضافة لجاركات موازية مختصة في صنع قطاع غيار السيارات بعديد من المناطق في البلاد ولأول مرة في التاريخ في تاريخ المغرب أصبح قطاع صناعة السيارات قول قطاع التصدير حيث تتجاوزت إرادات صادرة السيارات إرادات تصدير الفصفات وقد أصبح المغرب يصدر السيارات وقطاع غيارها للعديد من البلدان منها دول أوروبية الشيء الذي مهد خلق أزيد من 200 ألف منصف شغل وإنتاج أزيد وإنتاج أزيد من 700 ألف سيارات وقد انعكس التطور السريع لقطاع صناعة السيارات على الاقتصاد الوطني بشكل إيجابي مقلالي ينامية في الاستثمارات وتوفير فرص عمل الشباب وتمكين المغرب من عائدات مهمة من العملة الصعبة وهذا وينتج المغرب محطات لشحن السيارات الكهربائية محليا ويأمل في أن ينتج المزيد منها وتعزز الحرب الروسية الأوكرانية فرضية نقل المصانع الخاصة بالسيار إلى دول قريبة في الاتحاد أوروبي والغرب وهي فرصة للمغرب لمضاعفة الاستثمار في هذا المجال ويتواجد المغرب ضمن الدول التي يمكن أن تستفيد من الصراع الدولي الحالي من خلال نقل المزيد من مصانع إليه ويخامرنا تساؤل المهم كيف سيساهم المطاق الجديد للاستثمار في المزيد من الجاذبية الاستثمار في قطاع صناعة السيارة في بلادنا وكيف استطعت المملكة المغربية الاندماج في الاقتصاد العالمي وتحوله لمركز دولي لإنتاج السيارات وعلى الرغم من نجاح المغرب في إنتاج وتسويق السيارات لا بد من نعم التكويل في هذا المجال بتوفير تكويل مهني أساسي مستمر للعمل والاندماج في مجال قطاع السيارة يتيح للمتدربين فرصة القيام ببحوث وتجارب عملية بمختبرات المعهد بما يجعل الرأس المال البشري مؤهل لمواكبة الاستثمارات وخلق القيمة المضافة إلى أن التحول الحالي لصناعة السيارات يتطلب استثمارات ضخمة وتحالفات استراتيجية متكاملة والاستثمار في الطاقة النظيفة وبنيتها التحتية إلى جانب الاستثمار في تعدين المواد الحيوية الخام التي تدخل في إنتاج السيارة الكاربائية والهيدروجينية والتطوير المستمر للشركات المتوسطة والصغيرة في مجال تكنولوجيا التي أبانت عن قدرتها على اقتحام سلاسل القيمة العالمية مما سيمكن المغرب من توسع دائرة قدرة تصنيعية وتصديرية بالتوجه نهو أسواق جديدة وشكرا سيد الأوج شكرا لكم سيد المستشار أعطي الكلمة لأحد أفراد الفارق الاشتراكي دائما في إطار الرد على تعقيم السيد الوزير تفضلوا شكرا شكرا سيد الرئيس السيد الوزير المحترم بداية نود أن نشيد بتدشين جلالة الملك عز الله أمره لأول سيارة مغربية محلية الصنع وتطوير أخرى تعمل بالوقود الهيدروجيني الشيء الذي سيعجل بلادنا ترتقي في سلم تصنيع السيارات من الجيل الجديد على المستوى العالمي إن هذه الخطوة السيد الوزير بما تمثل من تقدم وتطور في مجال الصناعة في بلادنا فإنها تتطلب اليوم العمل بشكل مضاعف يرقى إلى تطلعات بلادنا في هذا القطع فكما هو معلوم في مجال صناعة السيارات والارتقاء بها إلى العالمية تمر هذه العملية عبر خمسة مراحل أساسية تبدأ من وضع تصور الأول ثم البحث عن المستثمرين ثم الانتقال إلى مرحلة الإنتاج مع تطوير ثم محاولة تثبيت العلامة داخل الأسواق إلى مرحلة تحقيق العوائد الربحية فالانتقال من المرحلة الأولى إلى الثانية يشكل مجالا لضخ نسبة جد كبيرة من رأس المال والذي لا يعود بالربح في بادئ المشروع كما هو الحال بالنسبة للمرحلة المتعلقة بالإنتاج الأمر الذي يطلب تدبير مواقبة في منتهى الدقة والمهنية حتى لا تقع الشركات المعنية بصناعة هذه السيارات في شبح الإفلاس واعتماد استراتيجية محكمة قصد الوصول خلال السنتين المقبلين إلى مرحلة تستطيع مع الشركات تحقيق الأرباح المطلوبة مع تخفيض كلفة الإنتاج المؤتمدة سواء على مستوى المواد الأولية أو على مستوى مجال تسويق والرفع من قيمة اليد الآملة ومضاعفة عدد المصانع ذات الجودة والكفاءة المطلوبة ثم توسيع مجال بنى التحتية المتعلقة بشحن هذه السيارات لأجل تشجيع استخدامها والدفع إلى اقتنائها داخل البلادنا بالدرجة الأولى السيد الوزير المحترم إن طرحنا لهاجز الإفلاس اليوم السيد الوزير لا يأتي من فراغ بل نتيجة لتجارب سابقة في هذا المجال والتي بالرغم كل المجهودات ومن رؤوس الأموال المتوافرة كان مصيرها الإفلاس لذا وجب العمل وفق منهجية وخطة تدبيرية معقلنة من أجل الرفع من حجم الإنتاج من جهة وتعزيز تنافسية هذه السيارات ضمن السوق الدولي من جهة أخرى سواء على مستوى الأسعار فنحن اليوم نتحدث عن ورش يقدر بمليارات الدولارات يهدف إلى تعزيز تدارات بلادنا في قطع الصناع على الصعيد الأولي الأمر الذي من شأنه إحذاذ تغييرا هيكلي ضمن نسيج الاقتصاد الصناعي للمملكة وشكرا شكرا سيد مستشار محترام سيد وزير هل لكم رغبة في رد التعقيم في طالة الوقت المتبقي لكم تفضلوا شكرا على هذه التعقيمات وهذه الشجيعات ونحطيكم غير رقمين الفين واثنين وتسعين ثلاثة وسبعين مليار ديال الدرهم ديال الصاديرات في المغرب الفين واثنين وعشرين 420 مليار منها 370 مليار ديال الصاديرات ديال مواد المصنعة ومياه وحداش المليار يعني تفوق الحجم ديال تعدد سعين ديال الصاديرات ديال المنتوج ديال صناعي السيارات وشكرا شكرا لكم سيد الوزير وأمر للسؤال الرابع وموضوعه أوضاع التجار الصغار الكلمة الآن لأحد أفراد الفريق الحركي تفضل سيد رئيس فريق شكرا سيد رئيس سيدين الوزيرين سيدات السادة المستشارين المحترمين السيد الوزير يواجه التجار الصغار عدة إكراهات اقتصادية واجتماعية تؤثر سلبا على أوضاعهم خاصة في ضل توالي الأزمات بدءا بمخلفات الأزمة الوبائية وصولا إلى موجة الغلاء المتواصل في هذا الإطار مسائلكم سيد وزير محترم حول الإجراءات المتخذة لمعالجة أوضاع هذه الفئة الأساسية في الاقتصاد الوطني والارتقائي بتجارة القرب شكرا سيد تفضلوا سيد الوزير شكرا سيد رئيس شكرا سيد المستشار على سؤال أهم بحيث الفئة التجار الصغار كيلعبوا دور أساسي في المجتمع دينا وكي يعانيوا من عدد دينا المشاكل وعندنا خطة ممنهجية معهم اللي بديناتشتغال عليها منذ الفين وتستعتاش اللي تنزيل على أرض الواقع الف وخمسمائة توصية ومنها تنزلت تقريبا 68% منها وعندنا عمل منتظم مع الممثلين ديالهم في إطار مقاربة شمولية دي الخمسة الأبعاد البعد الأول هو تغطية اجتماعية وأيضا التبسيط الضريبي حيث كان عندهم مشاكل مع الدرائب الرائب وخرجنا بالمساهمة المهنية الموحدة تانيا كان عندهم المشكيل ديال الرقمانة رقمانة بصفة عامة رقمانة في التدبير ولكن أيضا رقمانة في الاختناع وفي البيع ودلنا منظومة ابتكارية مغربية موروكان لتاك بيلدر اللي كتشتغل خرجات فوج ديال 13 الشركة إبداعية اللي غا تساهم في الإبداع تكنولوجي بالنسبة للتجار الصغار والفوج الثاني دخلنا يلا دخلنا هذي شهر في 20 شركة مبدئة وكيساهموا فيها كل أطر تالتا هو سلسلة التمويل كتعرفوا بأن التجار كيمولوا العائلات وبأن 30% ديال التمويل اللي كيعطيه الأسر المغربية ما عنده علاقة بالمنتوج يالو هالسلسلة التمويل خاصنا نحولها لمنظومة التمويل ونعطيه التاجر للجلوس اللي عنده على بره باش يمكنه أما يحسن المقر ديالو أما يمشي يحول النشاط ديالو جغرافيا أو لا يحوله بالنسبة لما يبيعوه والمقاربة والشطر الرابع من المقاربة اللي كنشتغلوا معاه هو أيضا تنويع المداخل ديالو تنويع المداخل ديالو شو بأنه على بتعبئة ديالتليفونات كانت تجارة الإلكترونية وكان عدد ديال المحاور اللي كنشتغلوا معها لها وشطر الخامس هو الاقتناء حيث الربح في الشراء ومشي في البيئة شكرا سيد وزير الكلمة في طار تعقيم السيد المستشار شكرا سيد الرئيس سيد الوزير المحترم جاوبتي وحد جاوب له ومقنعه اللي نفس صميم حقيقة المسائل اللي تنحس بها رك جاوبتي لها سيد الرئيس والتفاعل ما جاوبكم فارق حركين أؤكدوا على ما يلي التجار الصغار هم موالي الحوانة سيد الوزير هما ركزة أساسية في ضمان الأمن الغذائي هم كذلك لعابون دورا أساسي وستراتيجي في السلم الاجتماعي ودعامة وفي تدبير ميزانيات حوالي 90% من الأسر المغربية سيد الوزير كيفما قلت نحن نسموهم موالي الحوانة موالي الكارنيات نسموهم كما بغيتي موالي الحوانة كذلك سيد وزير هم أول قطاع فعالة لا مركزية ولا تمركز الإداري فهم متواجدون في جل أحياء المدن وفي كل المناطق القراوية والجبلية حتى في الجبل كتلقى ملحانة اللي هو كيوصل البوطة وفي ظروف صعبة سيد الوزير كيتلقى موصل البوطة موصل الدقيق موصل وجميع الوسائل اللي كي تحتاجها المواطن كتلقى هو تيوصلها في ظروف وخي تكون صعبة وخي تكون طريق مقطوع وخي تكون نسميته ولهذا سنعطوهم السيد الوزير واحد العناية خاصة لأنه في حقيقة رأى كانت واحد العدد تقريباً واحد المليون نسامة واليوم تلتمائة آلف هي اللي انخارطت في الصندوق الضمان الاجتماعي ولهذا احنا اللي تنطلبون لكم السيد الوزير طيوة لأنه كانوا جلهم كانوا مشجلين في راميد ودهباً مبقاش راميد ولو من خارطين على الأقل الحكومة تنطلبون منها السيد الوزير تعطيهم واحد الأولوي فما هي رؤية حكومة التي تخفيف العبع الضريب عليهم كيفما قال جاء في الجواب ديالكم السيد الوزير لماذا لم تحضى هذه القائدة العريضة التي تقرب من مليون نسامة من أي دعم رغم توالي الأزمات مثل باقي القطاعات واحد العدد ديال القطاعات عطيناها غير مالين ترانسبور عطيناهم واحد العدد ديال الملايات ديال الدراهي وهذه الناس ما اعطينامش أهمية كبيرة هل تتوفر الحكومة على عرض خاص لتوسيع قاعدة انخيرات تجار الصغار في الورش الاستراتيجي لحماية اجتماعية التي يتجاوز إلى حد الآن حوالي 300 ألف منخارين شكرا سيد المستشار سيد وزير تبقى تعقبوا وتفضلوا دابا الانخيرات كانت في حماية اجتماعية كانت 300 ألف منخارطو لأدو وكانت عدد للمستخدمين هذك المليون لكانت للمستخدمين عندهم واجب آخر للانخيرات وكانت عدد آخر اللي كانت في الرميد ومعلنشو وكانت عدد آخر لدخل في المقاول الذاتي اللي كانت تشتغلوا معا باش نواكبوه باش يكون الخيرات الشامل الورش الملكي هو غيجمع المغاربة كاملين كانت شجار او ما كانوش عندهم مداخل الى آخره لان الورش الملكي للتغتياج الشمائية الحكومة غيجمع المغاربة كاملين إن شاء الله شكرا سيد الوزير وانمر الآن للسؤال الخامس موضوعه تعزيز علامة صنع في المغرب كرافعة للنموذج الصناعي الجديد والكلمة لأحد أفراد فريق الاتحاد العام لمقاولة المغرب بسم الله الرحمن الرحيم السيد الرئيس المحترم السيد الوزير المحترم السيدة والسادات المشترصة المحترمون نسألكم السيد الوزير المحترم حول استراتيجيات وزارتكم لتعزيز علامة صنع في المغرب كرافعة لنموذج الصناعي الجديد وشكرا تفضلوا السيد الوزير في إطار جواب على السؤال شكرا سيد الرئيس شكرا سيد المشترصة المحترم على هذا السؤال الهام سيدنا الله نصره على التوجيهات واضحة في إطار رسالة لوجهها سيدنا الله نصره المشاركين في اليوم الوطني للصناع والتوجيهات هما كالتالي استراتيجية العادة الجديد الصناعي غير تركز على السيادة كوسيلة وسبيل ما معنى؟ يعني أن حاجيات المواطن في صلب استراتيجية المقبلة الصناعية لإنتاج من أجل تلبيات حاجيات المواطن حاجيات بالنسبة للمنتج وسيلة وسبيل حاجيات بالنسبة الرغبة ديال المواطنات والمواطنين في التشغيل وفي الابتكار هذا سيادة أيضا مفتوحة لكاتر تاكز وعندها الهدف الأساسي ديالها هو أم المعارك خلق فرص الشغل اللائقة والتي تستجيب لطموحات وكفاءات شبابنا بالنسبة لهذه المنظمة الصناعية حتى سيدنا عدد ديال التوجهات باش نوصلوا لهذه النتيجة رأس المال البشري الابتكار والتكنولوجي خاصنا نوليو ندوزو وذنما المرحلة ديالبلد اللي عندو كلفة هابتا ديال ناس اللي كيشتغلوا في هاد المنظمة الى بلد اللي عندو اللي كنسمو أحسن كلفة بس كوست واليوم خاصنا نوليو بلد اللي كيوفر الحلول بس سولوشن واليوم المغرب الحمد لله بهذا العلامة هذا الرمز هذا العلامة المغربية لولا ديالسيارة للعموم كي ترح بعض الوسائل للنجاح في هاد الميدان حتى ايضا سيدنا التعليمات باش مشيوا في استراتيجية صناعية لخالية من الكربون مستدامة واللي كتحترم البيئة بالنسبة لتدبير العاقل للموارد المياهية شكرا سيد الوزير لكم الكلمة سيد المستشار في إطار تعقيم لقد مغت بلادنا كما تعلمون سيد الوزير خلال السنوات الأخيرة بمجموعة من التحديات تمكن القطاع الصناعي الوطني ولله الحمد من الصمود أمامها بل أكثر من ذلك الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية التي تستهدف الصالح العام وذلك بفضل العدي من الإجراءات والتدبيق التي كان الاتحاد العام المقاوالة المغرب وفيدراليته القطاعية ولا يزال شريكا فيها وداعما لها مما ساهم في ضمان استرجاع مستويات الإنتاج وإعادة معدلة اشتغال القدرات الصناعية إلى مستويات ما قبل الأزمة بالنسبة لمعظم القطاعات سيد الوزير المحترم الأكيد إنه رغم تداعية أزمة كورونا والتحولات الكبرى التي تشهدها الساحة الدولية فإن بلادنا تخطو خطوات مهمة في إطار دعم وتشجيع وتسجيع نمو الاقتصاد الوطني تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة نصره الله وهو ما تؤكد الدعوات الصريحة الدائمة لجلالته من أجل تعزيز الإنتاج المحلي بشكل تنافسي حيث دعا جلالته في غزالة التي وجه إلى المشاركين في الدورة الأولى من اليوم الوطني للصناعة بمدينة الضالبيضة على أن الصناعة الوطنية مدعوة لليوم أكثر من أي وقت مضى إلى تقليص الاعتماد على الوالدات ودعم قدرتنا على الصمود وغفع من مستوى تنافستنا وترسيخ مكانة المغرب في القطاعة الوائدة مشيرا إلى ضرورة الاستعداد الكامل لولوج عهد صناع جديد يتخذ من مفهوم السيادة هدفا ووسيلة وهي الخطوة التي بضع جلالته إلى تأكيدها بالملموس بترأسي بالرباط لحفل تقديم نموذج لأول سيارة تنتج في المغرب إضافة إلى النموذج الأولي لمركبة تعمل بالإدروجين طورها مواطن مغربي مما يعزز علامة الصنع في المغرب ويدعم مكانة المملكة لتكون منصة تنافسية لإنتاج الصيارات لذا ندعوكم سيد الوزير لإعطاء أولوية خاصة لعلامة صنع في المغرب من خلال اعتماد ثلاث إجراءات رئيسية ربط برامج التمويل والدعم الحكومي بمستوى من الاندماج المحلي وضع آليات التحفيز والقدرة على النجاح في سياسة إحلال الوالدات وضع سياسة تتمين وتعزيز صلح في المغرب وفي الأخير سيد الوزير أود أن أجدد باسم الاتحاد العام لمقاولات المغرب انخراطنا الكامل لتعاون معكم في تطوير الصناعة الوطنية تحت القيادة رشيدة لصاحب الجلالة حفظه الله والسلام عليكم شكرا سيد المستشار المحترم سيد وزير شكرا سيد المستشار وكما تعلمون هذه الإجراءات راكينا وبدنا فيها ونعزوها بشركة معكم إن شاء الله إذن نمر الآن إلى السؤال السادس موضوعه عدم تعميم الإلزام بإعلام المستهلك بالأسعار الخاصة بالبيع أو بالإنجاز الخدمة الكلمة لأحد أفراد فريق التجمع الوطني الأحرار شكرا شكرا سيد الرئيس شكرا سيد وزير المشكلات هي التعميم الإلتزام بإشهار أتمان الخدمات والمواد شكرا لكم الكلمة سيد وزير فيطر جواب شكرا سيد رئيس شكرا سيد المستشار على هذا السؤال الهام واللي ترح بعد تساؤلات دي المواطنين والمواطنات وبعد تساؤلات دي المؤسسات الدستورية اللي خرجوا بتقرير لبعض الخدمات اللي ما كانوش مشهورة بما فيه الكفاية وهذا ملزم قانونيا أولا وقبل كل شيء أي موريد خاصويا لن التمن دياله والعداد ديال الأشياء اللي يمكن يعطيه المعلومات الكافية وإمكانيات التراجع ديال أي مقتني أي مستهلك في بلادنا كان مراقبة ومراقبة جهود المراقبة اللي هي ضخمة بالنسبة للدولة على هذا المسألة هذه العام اللي فات 300 ألف مراقبة لدرتها اللي جان على أرض الواقع هذا شيء معلوم مهم ولكن غير كافي كان الحركة الاستهلاكية أيضا اللي كتساهم وكتعاون باش هاد يكون الاحترام ديال هذه الإلزامية وعطيناها وعطيتها من هاد من هاد المجلس الموقر الحق باش تلجأ القضاء مباشرة باش تدفع على حقوق المستهلكين هذا اشتغال يومي ودأوهم وغنشتغلوا عليه جميع ان شاء الله باش اللي كيخرق القانون يدي والمستهلك يكون مهمين ان شاء الله شكرا سيد الوزير كلمة لسيد مستشار في إطار تقيب شكرا سيد الوزير انا كنعرف بان حقا هذا الموضوع تيهم القطع ديالكم وكيهم قطعة اخرى من ها الداخلية من ها السياحة من هالعادل وطبعا السؤال هذا دي ما كيتطرحه ومشينا الول ولا الاخر لغاية طرحة السؤال ومدام انه كيتطرح بمعنية المشكلة راكين طبعا احنا كنا نطرع على المواد الاستهلاكية كنا نطرع على مواد الصناعات التقليدية كنا نطرع على خدمات المصحات خدمات الصحاب المهن الصحاب المهن الحرة المشرية تي دار واحد مجموعة ديال الاجراءات اللي الهدف ديالها هو حماية المستهلك لأنه هو العقودية وهذا الاجراء الهدف ديالها هو ضمن واحد شفافية واحتقاف هاد العلاقة التجارية ومبنتها طبعا هاد المسألة ديال اشهار الاتمن الخدمات والسلع وتنهضر وتنهضر ميكان نقوله التمن يعني تمن تمن اجمالي اللي فيه تمن ديال السلع والتفياء والرسوم الى اخير الى اخير البعض كيم تتل هاد الاجراء البعض التجار ومع كمي الاسف الجهات والجهة والجهات اللي خصات ترقب تنفيذ هاد المسألة هاد ما كتقوم شيء بالواجب ديالها وحنا كان نضروع على القانون للمدة دياله 11 إلى 13 سالة وطبعا كان نضروع للشفافية وكان نضروع لنزاها في العلاقات تجارية مشي فقط بين التاجير ومقدم الخدمة والمغربة ولكن حتى بين أجنبي ساحي الأجنبي وهذا موضوع مهم جدا لأنه هاد مسألة ديال عدم إشهار الأتمين مثلا ديال مواد ديال الصناعة التقليدية بالنسبة للسياح رهي شوية كي يخدش صورة ديال المغرب ويمكن تيعرق لذيك استراتيجيا اللي عندنا في السياحة لم يكن فهم شي كيف أنه التجار اللي يقدم الخدمات والمواد الساححين الأجنبيين في بعض المدن السياحية مراك شاق يدير في الصورة كيف أنهم يشهروا شيء الأتمين ديالهم كيف أنه الجهات المعنية سكتف هذا الموضوع ومع كامل أسف مرة كتبلينا بعض الصور التي مخدشها بحال الصورة سائحة مع ملتاكسي أو مع هذه النقاشة بغيت نختتم بوحد جوج الملاحظات الأساسية في هذا الإطار المسألة الإشهار حتى هو إشهار لأنه كان مواقع التواصل معي ولا تشهار كذب للضحايا المستهلكين والمسألة الصود هذا التقصيد حتى يخصكم تحيدوا فيها النظر وتنضموها بشكل أساسي بشكل مهم جدا وشكرا شكرا السيد المستشار المحترم السيد وزير شكرا سيد الرئيس وشكرا على التعقيم أنا متفق معك بأن هذا السؤال هذه خدمة خاصة على ثاني سينين باش ندركوها وباش نحسو المواطن ونحسو التجار بهذه المسألة مع العلم أن بعض التجار والعقد كبير من التجار كيمتاتلوا والتجار ما في حالة وفي وضعية صعبة رهضرنا عليها في السؤال عمليات الانخفاض سنضبطوها إن شاء الله راح لن مشروع قانون جديد على الأمان العامة الحكومة اللي سنجيو النقش إن شاء الله معكم باش نشوفوا كيفاش نضبطو هذه الأمور إن شاء الله شكرا سيد الوزير السؤال الموالي موضوعه ضبط المنتجات المستوردة يتفضل أحد المستشاري المحترمين من فريق تجمع الوطني الأحرار شكرا سيد الرئيس هناك هياكل على مستوى الوطني لكالضبط الاستيراد دل واحد من جموعة دل الألية اللي هي مصنعة فالسؤال لنما هي التدابير إجراءات المتخذة من قبل الوزارة في هذا المجال لحماية السوق المغربية من جهة وحماية المسارك من جهة أخرى سيد الوزير تفضلوا إيطال الجواب شكرا سيد الرئيس شكرا السيد المستشار المحترم على هذا السؤال اللي هو وسؤالها وكي يترح هادات التناقضات علاش المغرب بناء المنظومة الصناعية دياله على الانفتاح وممكن نجيو نقول الناس اللي كنبيع لهم السلاع ديالنا ولي كي هذه المنصة تشغل كتر من مليون ديال هذه المنظومة تشغل كتر من مليون ديال الكفاءات المغربية حلال عليكم حلال علينا هرام عليكم الانفتاح عنده أيضا ضرورة الانفتاح ديال السوق الوطني ولكن ماشي لأي سلعة وماشي لأي منتوج حماية المغربية تعامل مع الشركاء ديالنا عنده عداد ديال المبادئ أولا المبدأ ديال الانفتاح وديال الاتفاقيات وديال اشترع القانون ثانيا المبدأ ديال التعامل بالمثل اللي درتيلي رغندرولك درتيلي عرقالة غندرلك نفس العرقالة ثالثا والقوانين المغربية يعني عنا معايير لضمان السلامة ديال المغربة رابعا رابعا هو المبدأ ديال مجيش تغرق لي السوق باشترس لي المنظومة الانتاجية ديال يوم بعد بطع لي الاتمين اللي بغتي كين الحماية ضد المعاملات التجارية الغير اللائقة شكرا شكرا سيد الوزير سيد سبريل تفضل سيد مستشار محترم في إطار التعقيب شكرا السيد الرئيس فعلا التوضيحات هي جد مهمة السيد الوزير فعلا لأنه المعاملة بالمثل في إطار الاحترام المنتجات ديال كلها دولا الحمد لله نحن نشوف اليوم التجارة والصناعة في المغرب عرفت واحد تطور كبير بفضلكم بفضل السيد الوزير السابق وفعلا أنكم حطيتوا مجموعة المختبرات التي تشرف على المراقبة هذه السلاء المستوردة السيد الوزير كلها مبادرات صراحة في محلها والتي تتمشى مع التطور لبلدنا اللي كان طلبه السيد الوزير هو أن مثل هذه الخدمات خساء الأقل تتعمم في المناطق الصناعية الكبرى لا يعقل أن بعض المستوردين هذه الأليات التي تتم استيراد جالها اليوم عن طريق بورت نت يتخذوا عينات لكي يمشيوا المراقبة فهذه المسألة هذه فيها نقاش لأنه تلات شركات ربما التي تعمل في هذا الميدان لا نقول أنها احتكار ولكن يخصنا التوسيع من هذه الخدمة هذه من طرف مجموعة من الشركات أولا تحديد كذلك الأسعار لأن هذا لا يوجد درجة بالمجان لما يتخذ واحد العينة من واحد مسألة لشي حاجة التي هي مستوردة يعني يتتعرض لهذه الفحص ويتتخذ بعد مرات كله عنده واحد كلفة وفي الأخير المستهلك هو الذي يخلص هذه الخدمة مرة أخرى سيد الوزير هناك مجموعة الموانئ اليوم التي هي الحمد لله تنجيمات كان فيه واحد عدد كبير هذه استيراد هذه الأمور التي تكون هذه الخدمة محليا ماشي من تنجيمات حتى الضرب لتجربة وتعود النتائج مستقبالا كل ميناء الدخل كل ميناء الأقادير التي يستقبال الناظر إذن هذه الخدمة نشكركم عليها والوعي من اندرته هذا صغر دو بغاج ولكن سهل الأمور بالنسبة لمستوردين لأن هذا مكلف وشكرا سيد الوزير لديكم شيء تعقيد أردى للتعقيد متافق معكم 100% ومن هنا من هذا المنظر من هذا المنظر نطلب من الاختصاصيين في هذا المجال والذي يريد أن يستمر في هذا المجال باش نقوي وهذه البنية التقنية اللي محتاجينها في بلادنا وواعي كل واعي بأننا خاصنا نسهلون لرشوية المرونة وبالأخص في الاستيرادات اللي عندهم حجم وتكلفة قليلا هتي كي كلف لهم الكثير كان بعض السهلات اللي كان ولكن خاصنا نعموها وخاصنا نقويوها بتافق معكم 100% شكرا سيد الوزير ونمر الآن للسؤال الثامن موضوعه استراتيجية الحكومة لتجزيع الصناعة المدينية وقبل إعطاء الكلمة لأحد أفراد فريق تجمع الوطني الأحرار من أجل بسط سؤاله أخبر السيدات والسادة المستشار المحترمين والسيد الوزير الحاضر معنا بأنه يحضر معنا للتو أشغال هذه الجلسة أعضاء البرلمانية رفاعة المستوى للتكنولوجيا والإبتكار والتحول الرقمي وهي مجموعة العمل البرلمانية رفاعة المستوى كما قلت للتكنولوجيا والإبتكار والتحول الرقمي التابع للبرلمان العربي الذين يقومون بزيارة عمل لبرلمان المملكة المغربية للإطلاع على التجربة المغربية في مجال التحول الرقمي وبطبيعة حال باسمكم جميعا أرحب بأعضاء الوفد متمنيا لكم مقاما طيبا وزيارة هامة ولمزيد من النجاح والتوفيق في أداء مهمكم فمرحبا بكم مرة أخرى في بلدكم الثاني المغرب وهنيئا لكم بالحضور معنا في أشغال هذه الجلسة إذن أعود لموضوعنا لجدو الأعمال في جلستنا هذه وأعطي الكلمة للسيد المستشار المحترم من فريق التجمع الوطني الأحرار من أجل بسطي سؤالي فلي تفضل السيد الرئيس السيد الوزير المحترم ما هي استراتيجية الحكومة لتشجيع الصناعات المعدينية شكرا تفضلوا سيد وزير شكرا السيد المستشار على هذا السؤال الذي في الحقيقة تطرحه على الوزيرة التي تشرفها على هذا القطاع سأطرح لي سؤال للتتمين المواد المدينية المغربية التي تخرج ولكن في إطار التضامن الحكومي سأعطيكم بعض الأجوبة بالنسبة له بالنسبة للصناعات المواد المتمانة بالنسبة للتصطير المغرب شوفوا السناعة ككل 86.8% 87% دي الحجم الصادرات دي المغرب هي صادرات دي المواد مصنعة متمانة ماشي مواد خامة بالنسبة للصناعات المعدينية هي من أكبر المنظومات الصناعية دي المغرب بحيث أن أكبر مصنع في البلاد هو المكتب الشريفي للفوسفات اللي هو رقم واحد بالنسبة للصناعات الأسميدة في العالم مشي غير في المغرب ولكن في العالم ككل لدينا عدد الصناعات المعدينية منها الدون الكوبالت الزن كلاباريتين إلى آخره هذه المواد الأولية كين تتمين ديالها بالنسبة لليوم الكوبالت اللي غيوصل البطاريات نحن كنشتغلوا على عدد ديال المشاريع في هذا المجال بالنسبة للكوبالت والمانغانيز بالنسبة أيضا للفوسفات كين مواد أخرى بحل البطار اللي كتشتغل بالنسبة للأسميدة وعدد ديال المشاريع أخرى بحل النحاس اللي اليوم خلسنا أيضا نتمنوه كين ما في إطار بنك المشاريع المغرب على 180 مشروع صناعي من أجل تتمين المواد المدينية شكرا السيد وزير وأعوذي لكم الكلمة السيد مستشار المحترم في إطار التعقيب على رد السيد وزير متأكدون أن هناك إرادة قوية للحكومة لتشجيع الصناعات تعدينية خصوصا في ظل سياق الدولين وطبوع بارتفاع الطلب عن المعادين التي لا غنى عنها لتصنع في أفق أسس سيادة على القطاع بالنظر إلى الأهمية الحاسمة التي تطلع بها هذه المسألة في تعزيز السيادة الصناعية الوطنية لتحقيق تنمية الاقتصادية للمملكة خصوصا وأن مجموعة من هذه المعادين تتسم بندرتها وهشاشة سلسلات توريدها السيد الوزير المحترم لا بد أن نتحدث عن المؤهلات التي تزخر بها بلادنا في هذا المجال بفضل قطاع من جيمي مارين يساهم في دعم الصادرات الوطنية بنسبة 26% من حيث القيمة وفي الناتج الداخلي الإجمالي بحوالي 10% فضلا عن توفير حوالي 49500 منصب شغل مباشر بالإضافة إلى عدد مهم من المناطق ذات الطبيعة الاستكشافية والتي تضم أنواع من المعادن الاستراتيجية التي لا زالت غير مستكشفة في بلادنا لذلك لابد من تشجيع على استغلالها وهو ما سيضاعف الأرقام أعلى وهي المناسبة نؤكد فيها على معالجة قضايا تأمين الولوج إلى هذه الأنواع من المعادن بغية تتمين الإنتاج الوطني والتموقع والتموقع بشكل ملائم في سلاسل القيمة الوطنية والعالمية وتعزيز الطبع المسؤول والمستدام لاستغلال وتتمين هذه الموارد وهنا أحيلكم السيد الوزير على التقرير الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي أكد على ضعف الاستثمار في الصناعة التعدينية بالرغم من أهميتها حيث وقف على كل ما يعيق تطوير منظومة المعادن الاستراتيجية أكثرها عدم توفر المغرب على إنتاج أو تتمين محليين لذلك يظل التموين يظل التموين عبر الاستيراد البديل الوحيد والذي يعيقه أيضا الاستقرار السياسي لبعض البلدان المنتجة الرئيسية للعديد من المعادن بالإضافة إلى محدودية عدد منها في غياب وحدة المعالجة في هذا القطع وغياب التحفيزات الجبائية الخاصة بالأنشطة المنجيمية أيضا وبطأ تعقيد المساطر المتعلقة بتدبير المخزول المعدني دون أن ننسى الصعوبات المرتبطة بالولوج إلى التمويل الملائم لا سيما بالنسبة للمقاولات المنجيمية الصغيرة مما يجبر الفاعلين على توليم سؤوليات أنشطة البديكار بأنفسهم لذا وجبت حسين أداء قطاع المعادن من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية من خلال تشجيع الاستثمار في الاستكشاف المنجيمي وتأمين مصادر توريد المعادل الاستراتيجية والحارجة وتوفير مخزون استراتيجي وطني للأمن المعدني بالإضافة إلى وضع تدابير دعم لتشجيع بروز صناعة إدارة إعادة تدوير المعادن والنفايات الصناعية شكرا لكم سيد المستشار لإنتهار في المدة المخصصة لكم عندكم شيء تحقيب سيد الوزير تفضلوا جوش تواني بالنسبة لصناعات إعادة التدوير راها موجودة بحجم مهم بالنسبة للحديد راها كلها صناعات إعادة تدوير تدوير البعادل الموجودة في بلدنا بلاستيك ماشي معدل بالنسبة للنحاس أيضا كان إعادة إعادة تدوير في بلدنا ولكن المهم أنا متفق معك بأن خاصنا تعاقد متجدد مع الوزارة الوصية التعاقد اللي عندنا منذ 2016 حيث دنيا تحولت والمطالب تحولت والمعادن استراتيجية أيضا تحولت شكرا سيد الوزير ونمر للسؤال التاسع موضوعه إحداث مناطق صناعية لتشجيع الاستثمار الخاص الكلمة لأحد السادة المستشارين دائما من فريق التجمع الوطني الحرار سيد فحل تفضل شكرا سيد رئيس ماهي سيد سادة المستشار المحترمين سيد الوزير المحترم ماهي التدابير والإجراءات الآنية التي تنون القيام بها من أجل توفير الظروف الملائمة لإحداث مناطق صناعية بجميع تراب المملكة التي تعود على الشباب المغربي بالنفع وشكرا تفضلوا سيد الوزير فيطار الجواب على السؤال شكرا سيد رئيس شكرا سيد المستشار المحترم على هذا السؤال الهام بالنسبة لمناطق صناعية مناطق صناعية وسيلة شنا هو التزام ديال هاد الحكومة هو أنه مايكونش مشروع مايرقاش أرض ملائمة باش يدار فيه هاد المشروع هذا هو التزام يمكن مايكونش الأرض ديالو حيث مناطق صناعية مهمة مهيكلة عندها شروط وعندها دروف بالنسبة للتلوز بالنسبة الكهرباء بالنسبة للولوجيات إلى آخره ممكناش نديروا الصناعة في أي مدى ولكن الالتزام الثاني أيضا هو أنه ماكينش شيء إقليم في المملكة اللي ما تكن عنده مناطق صناعية مجهزة اللي غاتمكن تستقطب هاد المشاريع المهم ماشي هو المناتق الصناعية المهم هو المشروع ومن يجي المشروع ويوصل ويتجلب لدك الإقليم ودارك دولة مجهود كبير بالنسبة للمتاق استثمار باش تحاول تكافر الفرص بين الأقاليم باش تقويل جاذبية ديالو من يكون المشروع موجود يلقى الأرض بأتمينة مناسبة بأتمينة جاذبة باش يدير المشروع ديالو وهيضا كين تفاوت بين الأقاليم ميمكن ناش يكونوا عنا نسل أتمينة مثلا في الراشدية كافة ضرر البيضاء هاد شي غير مقر قول حيث الجاذبية ديال الراشدية والبنية التحتية ديال الراشدية ماشي بحال البنية التحتية ديال الضرر البيضاء ولكن الراشدية عندها مؤهلات كبيرة ليمكن لها جلب عادات ديالستثمارات حنا كنشتغل عليها شكرا سيد وزير سيد مستشار عندكم تعقيب تضلو شكرا سيد رئيس أكيد أن العقار الصناعي يلعبوا دورا أساسيا في جذب الاستثمار الذي يساهم في خلق فرص الشغل واستقطاب الكفاءات وإنعاش الاقتصاد جهويا ووطنيا وهذا ما تضمنه جوابكم نقترح عليكم السيد الوزير تعميم الأحياء الصناعية على كافة الجهات وتوسيعها لتشمل العمالات والأقاليم في أفوق توزيع الاستثمار العمومي بشكل عادي ليقارب التوازن المجالي بين الجهات ويراعي خصوصياتها مع عدم الارتكاز على مجال دون آخر لدعم الاستثمار الخاص الذي أكد فيه السيد رئيس الحكومة في الجلسة الشهرية الأخيرة داخل هذا المجلس الموقر على أنه هو المفتاح الوحيد لحل معضلة التشغيل لكي نتحدث بصراحة الكل أصبح مقتنع بأن الدولة وحدها غير قادرة على استيعاب كل فئات المعطلة بالرغم من المجهودات التي تقوم بها هذا الاستثمار الخاص لا يمكن له أن ينجح إلا بإحداث مناطق صناعية بمواصفات تشجع المستثمر على الاستثمار مع العمل من داخل الحكومة والتعبئتها لرفع كل عوائق الإدارية التي تعطل هذا المسار وعلى رأسها تخفيف المساطير وتسريع عمل إدارة في التجاوب مع المستثمرين لتفادي هضر المزيد من الوقت سيد الوزير ميطاق الاستثمار الجديد الذي أعلنتم على خطة تنزيلي بشكل إضافة نوعية متميزة حيث حرس جلالة الملك حفظه الله على إخراجه بعد 26 سنة فمضامينه تهديف إلى رفع حصة الاستثمار الخاص لتبلغ تلوتين استثمار إجمالي الذي جعل السيد رئيس الحكومة يؤكد على ضرورة مواصلة موقبة المقاولات وإنقاذها من الإفلاس خصوصا بعد موجة الغلاء وارتفاع الأسعار غير مسبوق لذلك لا بد من مجهود مضاعف لدعم المقاولة الوطنية في إطار التفاعل مع جوابكم أيضا نقترح عليكم سيد الوزير أن تشتغلوا على إحداث مناطق صناعية خاصة بالمقاولة الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا خصوصا في جهة مراكش آسافي وجهة ضرب دستات التي تعرف نهدة صناعية وهنا أستحضر كمثال أغروب مرحامنا الذي في الحقيقة لا يرتقي إلى مستوى قطب صناعي حقيقي متسائلين هل هناك إرادة لإحداث أحياء صناعية حقيقية أم فقط مجرد مستودعات للتخزين هذا الموضوع عرف نقاشا مستفيدا داخل غرفة تجارة الصناعية للخدمات بمراكش شكرا سيد مستشار انتهى الوقت المخصص لكم وسيد وزير لديكم شيء تعقيب تفضله شكرا على التعقيب بالنسبة للإستعمال هذه الأراضي الصناعية المدعمة من دولة لأغراض أخرى بحل شر لها سيد المشتشار صوته على قانون جديد اللي جاء باش ينضم هاد شيء ويقلص من هاد الظاهرة دي الاستغلال دي هاد الأراضي الصناعية لأغراض أخرى وهاد القانون اليوم غير الزم باش المشروع اللي تحت في المركز الجهوي اللي الاستثمار هو ليبين واش من المشروع تمن المشروع الصناعي ديالو مشي البناء ورخصة البناء وهذا تحول جدري وتحول كبير اللي بغيت نقول بغيت نقول كل مقاول صغير متوسط أو كبير أراضي الصناعية موجودة في كل أنحاء المملكة بأتمينة مناسبة هنا لا مرقيتوهاش كين مراكز الجهوية للاستثمار كين موقع الارض مشي مشكل هيرزامو شكرا سيد الوزير وأنا مر للسؤال العاشر وهو الأخير في سلسلة الأسئلة الموجهة لقطاع الصناعة والتجارة وموضوعه الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين وأعطي الكلمة الآن لأحد أفراد الفريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب شكرا سيد الرئيس المحترم سيدين الوزيرين المحترمين سيدات السادة المستشارين المحترمين عن المجهودات التي تبدلونها للإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولون نسائلوك سيد الوزير شكرا سيد الرئيس وشكرا سيد المستشار على هذا السؤال العام بالنسبة لباعة المتجولين أولا وقبله كل شيء بالنسبة للإدماج الاجتماعي كان هذا الورش الملكي الكبير للحماية الاجتماعية لكل مغربية ولكل مغربي وهذا الإدماج تشمل تغطية صحية والتعويضات للفئات المعوزة ككل مشغل التعويضات العائلية كما كانت وإلى آخرين من حماية اجتماعية تقعد وفقدان الشغل وهذا ورش مهم وإدماج مهم لكل مغربية ولكل مغربي في هذه البلاد ثانيا كان الإدماج تدريجي كان المقاول داتي اللي هي منظومة مهمة اللي تصوبات باش تدمج هاد العاملين في القطاع الغير المهيكل العامل اللي كيشتغل بوحده كان كيشتغل حالي كيقوله المغربة فراش أو كان كيشتغل في مهمة أخرى باش يدخل وينخالف اليوم نخرطو تلتمية وسبعين ألف في المقاول الداتي ولكن في نهاية المعطاف اللي كيساهموا أقل من ستين ولا سبعين ألف اللي كيؤديوا الواجبات ديالهم اللي كان طلب منهم اليوم من هذا المنبر وشكرا على هذا الفرصة هما باش يدخلوا ويؤديوا الواجبات ضريبية واجتماعية ديالهم اللي هما محتشمة وجد منخافضة وتشجيع من طرف الدولة باش يكون عندهم هات التغطية الاجتماعية وباش يكون عندهم كل الإمكانيات للولوج إلى مساهمة ودعم الدولة وإلى الأبناء أيضا باش يديروا المشاريع شكرا سيد الوزير في طار تعقيب بلا عندكم السيد مستشار المحترم تصدله شكرا سيد الوزير نعتبر في فريق الالتحاد العام للشغالين بالمغرب أن فئة الباعة المتجولين تشكل أكثر الفئات التي تعاني من الهشاشة ومن ضناك العيش لأنها تلجأ إلى هذه الممارسات التجارية البسيطة قصد إعالة أسارها وقصد الفرار من شبح البطال المخيف لذلك وأمام تزايد الدراسة التقارير التي تتناولها الفئة والتي تأدعت إلى وجوب وراهنية إدماجها في الاقتصاد المهيكل والنهض بها وانطلاقا من اختصاصات وزارتكم يهمنا اليوم التأكيد على أن مختلف السلطات العمومية مطالبة بمضاعفة المجهودات المبدولة قصد إسلاد هذه الفئة وإدماجها الاقتصادي والاجتماعي وهو الأمر الذي نعتبر أنه يتطلب ما يلي أولا يجب محاصرة الاقتصاد غير المنظم وذلك عبر آليات وتدابير قصد إدماجه في الاقتصاد المهيكل لأنه باستثناء الاقتصاد غير المنظم المعيشي فإن الاقتصاد غير المهيكل يشكل خطرا على النظام الاقتصادي العام ثانيا يجب إعادة توطين الباع المتجولين في مناطق تجارية تخصص لهم على الخصوص ذلك لأن انتشارهم بالشكل الحالي وفي العديد من المدن كما توصل إلى ذلك تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي المنجز حول هذا الموضوع يؤدي إلى الفوضى الناجمة عن الاحتلال غير الشرعي للملك العمومي والضوضاء وعرقلت حركة المرور والتلوط البيئي والمنافسة غير المشروعة ثالثا لا يمكن إنكار أن مجهودات تبدل هنا وهناك لإدماج الباع المتجولين لكن هذه الظاهرة تحتاج استراتيجية وطنية متكابلة وذلك لأن الاهتمام والعناية بهذه الفئة هو تجلي لمفهوم الدولة الاجتماعية وفي هذا الإطار ندعو الحكومة بمختلف مكوناتها ومختلف السلطات العمومية والجماعات السرابية إلى حسن استثمار تشخيص والتوصيات المهمة التي تضمنها تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول الباع المتجولين وذلك لأن مقاصد المشرع الدستوري من إحداث هذه المؤسسات ومنحها صلاحية إبداء الرأي إنما تشكل مصدرا للخبرة والكفاءة التي يتعين أن تسترشد بها مختلف السلطات العمومية وشكرا سيد الوزير شكرا سيد المستشار المحترم لديكم تعقيب سيد الوزير أردى التعقيب شكرا لا كان شي واحد بحالي سيد المستشار الذي يحترم الشغل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيعي حيث اشتقلت فيه شخصيا لمدة أكثر من 5 سنوات كان أعرف على العشقاد وكان أعرف الكفاءة دياله بالنسبة لباع المتجولين كان توطين هي كانت المقاربة القديمة كان توطين مهم ولكن كان أيضا تقطير حيث الباع المتنقلين مهمين أيضا وكان إمكانية باش نأطرهم كان توفير فرص أخرى حيث بحالي قلتي ما عندهم شيء إمكانية باش يديروا حاجة أخرى كيخرجوا الشريع باش يبيعو حيث نفرول لهم فرص شغل لائقة والمناسبة للكفاءات والطموحات ديالهم كان الإمكانية أيضا لتحويل هذه الموهبة التجارية لفضاءات أخرى منها الفضاء الإلكتروني وشكرا إذن هكذا نكون قد أنهينا سلسلة الأسئلة الموجهة لقطاع الصناعة والتجارة ونشكر سيد الوزير على مساهمته القيمة معنا في أشغال هذه الجلسة ومناسبة كذلك أن نرحب بالسيد الوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد والمالي المكلف بالميزانية معنا في أشغال هذه الجلسة وأعطي الكلمة لأول متدخل في هذا القطاع فيما يخصه وزارة الاقتصاد والمالية للسؤال الآن الأول وهو وضعية المالية العمومية والبداية مع السؤال لفريق تجمع الوطني الأحرار تضلو أحد السادة المستجدية المحترمين سيد الوزير المحصرام عن وضعية المالية العمومية ببلادنا نسألكم السؤال الآن الثاني الفريق الحركي شكرا سيد الرئيسي لوزير نفس السؤال السؤال الآن الثالث والفريق الأسر والمعصرة شكرا سيد رئيس المحصرام سيد الوزير المحصرام نسألكم حول مستجدات وضعية المالية العمومية السؤال الآن الرابع لأحد أفراد جمعات كفيدرالية الديمقراطية للشغل السؤال الآن الخامس لأحد السيد المستشار المحترمات فضلي السؤال الآن السادسي السيد رئيس أحد أفراد الفريق الاتحاد العام لمقاولة المغرب سيد رئيس سيد الوزير قبل أن أطرح سؤالي عليكم سيد الوزير أختنم هذه الفرصة من أجل تهنئة الفريق الوطني لأقل من 17 سنة على إنجازه الكبير خلال نهائية كأس إفريقيا وتأهوله لكأس العالم وأدائه الراقي من خلال كل أدوار منافسة السؤال نسألكم سيد الوزير المحترم عن وضعية المالية العمومية ببلادنا على ضوء التوقعات التي تم اعتمادها بقانون المالية لسنة 2023 وعن مدى جاهزية بلادنا لحفظ على سيادتها المالية شكرا سيد مستشار المحترم وعلى تذكيرنا بإنجاز منتخب أقل من 17 سنة وصوله للنهاية أهنئ مرة أخرى سيد الوزير المنتدب وسيد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكولة القدام على هذا الإنجاز وأهنئ جميع المغاربة والأرسناء صاحب جلالة محمد السادس نصر الله السؤال الآن التامن لفريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب سيد المستشار المحترم تضلي رئيس سيد وزير المحترم سيدة أستاذ المستشار المحترمين عن وضعية المالية العمومية والهوامش التي توفرها لتحسين دخل الطبقة الشغيرة نسألكم السيد الوزير شكرا السؤال الآن التاسع وهو موجه للفريق الاشتراكي تفضلوا سيد المستشار المحترم سيد رئيس المحترم سيد الوزير المحترم نسألكم عن وضعية المالية العمومية وشكرا السؤال الآن العاشر لأحد السادة المستشارين من مجموعة الدستور الديمقراطي الاجتماعي تفضلوا سيد المستشار شكرا سيد رئيس سيد الوزير مهي الوضعية الحالية للمالية العمومية السؤال الآن الحادي عشر وهو لأحد السادة من فريق الاتحاد المغربي للشغل هذه المرة مش نقطة نظام هذا السؤال سيد الوزير أي سياسات مالية عمومية في خدمة الطبقة العاملة وعموم الفئات الشعبية السؤال الآن الثاني عشر اللي يولي للكلمة لأحد السادة المستشارين من مجموعة العدلة الاجتماعية سيد رئيس سيد الوزير المحترم شنية الإجراءات المتخذة للتحسين وضعيات المالية العمومية وشكرا الفريق الاستقلالي أعتقد تفضل سيد المستشار محترم لا من ساكم ما هي السيد الوزير ما هي وضعيات المالية العمومية ببلادنا وشكرا شكرا سيد المستشار الآن أعطي الكلمة للسيد الوزير المنتدى بلد وزارة القصاد والمالية المكلف بالميزانية لردي على تساؤلات سادة المستشارين تفضلوا هنا السيد الوزير الله ريجي أعطيونا الوقت لأخلكم عندكم 36 دقيقة السيد الوزير المنتدى بسم الله الرحمن الرحيم السيد الرئيس السيدات السادة المستشار المحترمون أولا يسعدني أن أقف أمام مجلسكم مقار قصد التفاعل مع مختلف التساؤلات المرتبطة بوضعيات المالية العمومية ببلادنا محاولا في إطار هذا الجواب أن أتفاعل مع كل الأسئلة المطروحة من طرف السيدات والسادة المستشارين والتي تثبت مرة أخرى على حرصكم على وضعيات المالية العمومية لبلادنا وعن مدى الوعي المشترك بصعوبة السياق الحالي الذي تمر منه مختلف دول العالم بمختلف التحديات التي صارت مفروضة علينا سواء على الصعيد الدولي أو الوطني وكما نعيي ذلك جيدا فإن العالم اليوم يواجه سياقا مضطربا مطبوعا بطبيعة الحال بتوالي الأزمة مع الأسف الشديد والتي أثرت بشكل سلبي ومباشر على سلاسل الإنتاج والإمدادات العالمية في مختلف الأنشطة الإنتاجية مؤدية بذلك إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية والطاقية على الصعيد الدولي كما ألقت بدلالها وبآثارها على النشاط الاقتصادي وعلى الأوضاع الاجتماعية لمختلف الشرائح وهو ما شكل ضغطا كبيرا على المالية العمومية من خلال اتخاذ التدابير المختلفة على مختلف الأصعيدة للحد من هذه التدعيات لأنني أسطر بشكل واضح على الحد من هذه التدعيات على عكس انتظارات تعتقد بأنه يمكن تجاوز التدعيات بشكل كلي وكبير ومما شك فيه أيضا أننا نعي اليوم بشكل مشترك بأن التراكمات التي حققتها بلادنا بفضل الإصلاحات الاستباقية التي أطلقها صاحب الجلالة نصره الله والقرارات الحكيمة والاستباقية التي يتخذها دائما هي التي جعلت بلادنا تتجاوز مختلف العقبات والأزمات لتخرج منها أكثر قوة وصلابة وأشد إصرارا على إطلاق جيل جديد من الإصلاحات في إطار نموذج تنموي جديد يضع المواطن في صلب العملية التنموية إصلاحات تهدف إلى بناء أسس الدولة الاجتماعية وتوفير كل الشروط والتحفيزات الضرورية لانبتاق جيل جديد من الاستثمارات الخاصة ذات القيمة المضافة العالية والتي تضمن خلق فرص الشغل وتحقيق تنمية مستدامة تضمن التوازن والعدالة المجالية والاجتماعية أيها السيدات والسادة إن مباشرة هذا الجيل من الإصلاحات الضرورية الطموحة والمكلفة في نفس الوقت لم يكن ممكنا إن لم تنجح بلادنا في استعادة التوازن لماليتنا العمومية بعد أزمة كوفيد 19 والتي تجاوز أنا داك عجز الميزانية معدل 7% من الناتج الداخل الخام وبالضبط سنة 2020 وفاق حجم دين الخزينة العمومية 72% من الناتج الداخل الخام إذا نوضعنا الاقتصادي والمالي في سنة 2020 في نهاية سنة 2020 تمزيزا بعجز تجاوز 7% وبمديونية تجاوزت 72% وبالرغم من توالي هذه الأزمات استطاعت الحكومة التوفيق في نفس الوقت بين مواجهة الضغوطات التضخمية والوفاء بالتزاماتها من خلال تنزيل الأوراش الإصلاحية التي انخرطت فيها بلادنا تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة نصره الله إلى جانب استعادة الهوامش المالية وضمان استدامة توازنها وقد تجسد ذلك من خلال تقليص عجز الميزانية من 7.1 سنة 2020 إلى 5.9 خلال سنة 2021 و5.1 خلال سنة 2022 معناه أن عجز الميزانية وفي سنتين متواليتين تقلص بأكثر من زوج فصل 6% وبالمناسبة لما نتحدث على 1% من ناتج الداخلي الخام نتحدث عن أكثر من 11 مليار درهم وذلك رغم التحملات الإضافية للميزانية العمومية والتي فاقت 40 مليار درهم سنة 2022 نعم اتخذت الحكومة سنة 2022 إجراءات عملية قد نختلف في تقييم أثرها ولكنها إجراءات لن نختلف في قيمتها لأنها كلفت الدولة والميزانية العمومية 40 مليار درهم موزعة بالخصوص 26 مليار درهم من أجل تغطية نفقات وتحملات المقاصة التي ارتفعت لتبلغ 42 مليار درهم سنة 2022 في الوقت اللي كانت الاعتمادات المخصصة والتي بنيت سنة الندق على يعني أرقام واقعية وحقيقية إلا أن الضرفية جعلت أو حتمت إضافة 26 مليار بشغاز البطان يبقى في ثلاثة وفصلة ثلاثة وثلاثين ويبقى السكر في الثمن تعه المعهود بجميع أصنافه وتمن الدقيق غاز البطان لوحده كلف أكثر من 11 مليار درهم أسعار قمح الليين عند الاستيراد وتعريفون استعمال هذا المنتوج لدى مختلف الأسر المغربية بمختلف شرائحها كلف أكثر من سعود فصلة ثلاثة المليار درهم السكر 1.2 مليار درهم دعم مهني قطاع النقل لنحافظ على أتمينة النقل بمختلفة في أصنافها في المستويات المتاحة كلفت 4.5 مليار درهم وكان هناك دعم مباشر لبعض المؤسسات العمومية والمقاولات فاقت 7 مليار درهم منها 5 مليار درهم موجهة إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء وقد نختلف في هذا الإجراء ولكن الهدف المتوخى منه كان هو الحفاظ على تسعيران على الكهرباء وانا غادي نرجع له في الإجراء لأن هذا الإجراء أيضا خديناه في هذه السنة قبل أيام بـ 40 مليار درهم خصصت زوج المليار درهم سنة 2022 لمعالجة الإشكالية المستدامة والمرتبطة باستدامة المالية المرتبطة الخاصة بالصندوق المغربي التقاعد زوج المليار درهم همت 85 ألف مضاف بقطاع التربية الوطنية وترقيتها والتي كان قد تم تجميدها سنة 2022 زوج المليار درهم خصصت لدعم قطاع السياحة للتعافي ولو نسبيا من آتار جائحة كوفيد وهذا الإجراء هو الذي مكن هذا القطاع من انتعاشة فعلية حقيقية اليوم نرى آثارها على الاقتصاد الوطني ونتيجة لكل هذه المجهودات التي ذكرت فقد تم تقليص حجم المديونية من 72.2 إلى 69.8 سنة 2022 وأعتقد بأن هذا التدبير المحكم لماليتنا العمومية في ظل أزمات متوالية أنهكت اقتصادات كبرى أخرى يجب كما قلت دائما أن يدفعنا اليوم إلى الافتخار بما حققته بلادنا بمختلف تموقعاتها سواء كانت برلمانا أو حكومة أغلبية أو معارضة فرقاء اجتماعيين وكل هذا بإرادة وتوقعات متبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وما جسد هذه الإنجازات التي يجب أن تكون مبعث فخر اليوم لنا جميعا هو إشادة مختلف المؤسسات الدولية ولعل أبرزها تأكيد مؤسسات التنقية الدولية سواء ستاندار أنت بورس على الآفاق المستقرة لماليتنا العمومية واقتصادنا بشكل عام خروج بلادنا خلال شهر فبراير 2023 من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي قافي الإعلان يوم 17 ماي 23 عن حدف المغرب رسميا من القائمة الرمادية للاتحاد الأوروبي الخروج الناجح لبلادنا للسوق المالي الدولي من خلال تعبئة زوج فصلة 5 مليار دولار في الوقت الذي فاقت فيه عروض المستمرين كتر من 11 مليار دولار وهذا يبين ثقة هؤلاء المستمرين في اقتصادنا وفي صلابة ماليتنا العمومية ثم موافقة صندوق النق الدولي على منح الخط الاتمان المرين لف سأل لفائدة المغرب بمبلغ يعادي الـ 500 مليار دولار لمدة سنتين وذلك بالنظر كما قلت إلى قوة الإطار السياسة الاقتصادية للمغرب والأسس التي تستند إليها أيها السيدات السادة المستشارين هذه اتقى الدولية في صلابة ماليتنا العمومية ينبغي لها تثبيتها وترصيدها من خلال مواصلة مجهود استعادة الهوامش المالية والميزانياتية بالتوازي مع اتخاذ التدابير الضرفية لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الغدائية ومباشرة الإصلاحات الضرورية على المستوى الاجتماعي وتعبئة الموارد المائية وتحفيز الاستثمارات ومن هذا المنطلق ورغم أن سنة 22 كانت استثنائي على مستوى الموارد الجبائية فقد توقعنا لهذه الموارد برسم سنة 23 إضافة 4% إضافية أخدا بعد اعتبار معدل النمو المتوقع واليوم وبعد مرور أربعة أشهر من تنزيل قانون المالي المرتبط بسنة 2023 تؤكد التوقعات التي صادقنا ووافقنا وناقشناها جميعا أن الموارد الضريبية ارتفعت بـ 3.1 مليار درهم أي ما يناهز 4% باستثناء لكي ندخل شيئا ما في تفاصيل هذه الارتفاعات باستثناء موارد الضريب عن الشركات التي كانت استثنائية سنة 22 حين ارتفعت 10.5 مليار مقارنة مع 2021 والتي لم تتراجع خلال هذه السنة إلا بـ 620 مليون درهم نتيجة انخفاض عمليات التسوية وارتفاع الارجاعات بلغت نسبة تحصيلها 37.4 في المئة مقارنة من التوقعات باستثناء ضريبة على الدخل سجلت باقي الموارد الضريبية كلها وبدون استثناء تحسنا ملموسا ضرب على الدخل زائد 4.6 بنسبة انجاز بلغت 40% ضرب على القيمة المضافة زائد 6.6 بنسبة انجاز بلغت 33% الرسوم الجمركية زائد 8.2 بنسبة انجاز بلغت 31% رسوم تسجيل والتنبر زائد 10.4 بنسبة انجاز نهزت 51% هذا في الوقت الذي تراجعت فيه تحملات المقاصة خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح يناير ونهاية ابريل 23 مقارنة بنفس الفترة مع سنة 2022 بفضل التراجع المسجل في مختلف اسعار المواد الاولية لا سيما غاز البطان والقمح لي وهكذا فان اسعار غاز البطان تراجعت بنسبة 34% لتنخفض الى 418 دولار للتون اي بمعدل من المفاتح النهار النهاية ابريل الهو 615 دولار تون واسعار القمح اللين انخفضت 17% اللي تنخفض الى 260 دولار للتون ومن المتوقع ولله الحمد ان يتواصل هذا التراجع وهو ما سيتيح هوامش مالية مهمة على مستوى نفقات المقصة خاصة كما قلت دعم غاز البطان وتحمل نفقات اضافية مرتبطة باستيراد القمح وهو مين من شأنه ان يتيح هوامش اضافية لتخصيصها لمواجهة التطورات الضرفية الحالية وما تفرضه من اعادة لترتيب الاولويات على مستوى النفقات وهو ما تم القيام به في عملية اولية همت مرسوما مرتبطا بفتح اعتمادات تقدر بشراء الملايار تعديرها اربعة وجهت للمكتب الوطني للكهرباء والماء للحفاظ على تسعير الكهرباء في نفس المستوى وبالتالي فان لا الخمسة المليار تعد السنة الماضية ولا اربعة المليار تعد السنة وما سيأتي لاحقا في السنوات المقبلة وهو دعم مباشر لتسعير الكهرباء لمختلف الاسر المغربية تمر بطبيعة الحال عن الموزع الاول لهذه المادة اللي هو المكتب الوطني للماء الصالح للشرب في الوقت الذي ارتفعت في هذه التسعير في مختلف الدول الأوروبية والتي تسجلت فيها ارتفاعات تراوحت بين 282% و152% في إسبانيا وهذه الأمور كما قلت والتي تطلبت تدخلا بتسعاد المليار أي ما يقارب 1% من ناتج الداخل الخام للحد من الارتفاعات الخاصة بالكهرباء لم يكن ممكنا لولا صلابة المالية العمومية ولولا التوفير هذه الهوامش التي مكنتنا من مواجهة هذه الأمور 1.5% المليار تعدي لتغطية النفقات الأولية الإضافية الخاصة بالبرنامج الوطني المياه الصالحة للشرب والتي أصدر صاحب الجلال نصره الله توجيهاته السامية في هذا الإطار لإنهاء كل العمليات المرتبطة سواء بالتحويل بين الأحواض أو إنجاز المحطات التحليا في حدود سنة 2027 لن أدخل في ما تم توقعه خلال أكثر من عقد وما تم إنجازه اليوم الواقع يفرد علينا اليوم أن تعامل مع مادة حيوية تعرف اضطرابا في تحضيرها لمختلف الأسر والتي تستدعي توفيرها من شمالية خصصنا مليار نص مليار درهم إضافية لهذا الأمر فيما يخص قطاع السياحة أنتم على علم بأن الإمكانات المتوفرة لبلادنا في هذا المجال تفرض علينا جميعا للمحافظة على الدينامية التي جاءت بعد محطة كوفيد واستثمار كل الحوافز وكل الظروف الملائمة لسريع هذه الدينامية وترصيخها إجراءات إضافية مرتبطة بتوفير الخطوط الجوية لنقل مختلف السياح من مختلف مناطق العالم كل هذا تم أجراءته في اتفاق مشتركة مع مختلف الفاعلين تطلبت تخصيص مليار فصل زوجة الدرهم لتنزيل هذه الخارطة الطريق وكما تعلمون فبتعليمات ملكية سامية وحتى يتم الحفاظ على منتوجنا الفلاحي وتوفير مختلف المنتوجات الفلاحية الأساسية منها أيضا خاصة بأسعار محترمة وفي متناول الأسر المغربية وبفضل هذه التعليمات الملكية فسيتم تخصيص عشرات المليار تعديرهم خلال هذه السنة وخلال ما تبقى من هذه السنة في مجموعة من الإجراءات تهم أولا توفير الأعلاف الضرورية للحفاظ على ماشيتنا وللحفاظ على نشاط أو النشاط الرعوي لمختلف الفلاحين المتدخلين في هذا المجال خاصة الصغار منهم ثم اللحم البيضاء وأنتم تعرفون الارتفاعات التي سجلت في مختلف المدخلات والتي انعكست سلبا على أتمانها وبالتالي إلا بغينا نحفظ على المستويات نتعى الأتمان لدى المستلك لابد أننا نجرؤ هذه التصورات في مجموعة من الإجراءات تهم المدخلات وتهم ما يستعمله مربو المشياء ومربو الدجاجي أيضا ثم فيما يخص المنتوجات الفلاحية وكما قلت الأساسية للأسار المغربية فبدون تدخل في المدخلات الأساسية المرتبطة لا بالبضور ولا بالأسميدة المستوردة ولا بالمواد الكيميائية المستعملة علينا أن نتدخل للحفاظ على أتمان هذه المدخلات أولاً في متناول فلاحين حتى يحافظوا على نشاطهم ولكن الأهم من هذا وأننا نحافظ على التمن أن نتع هذه المنتوجات في مستقبل الوقت في أتمان أو في مستويات تليق وفي مستوى القدرة الشرائية لمختلف الأسار المغربية وهذا البرنامج يعني لابد أننا نخصله أكثر من عشرات المليار تعديرهم ثلاثة فصلة ثلاثة المليار تعديرهم كانت هي الموضوع أنت على المرسوم الذي تشرفته بتقدمه للجنتين المالية في البرلمان والسة فصلة سبعة إن شاء الله ستجي في المستقبل لما نعمل جميعاً على توفير هوامشة مالية تمكننا من مواجهة هذه الظرفية الصعبة زادت صعوبتها كما تعلمون بتوالي سنوات الجفف وبالتالي ف مختلف يعني الاتفاقات المرتبطة بالأجرى أن تهد العمليات والتي تهم مختلف الفئات المهنية للقطع الفلاحي ستعرف خروجها لأرض الواقع في العيام المقبلة كان لابد وعلينا أيضاً في المستقبل أن نوفر الاعتمادات الضرورية لهذا المجال سيدات السادة المستشارين إن ما تم تحقيقه لحد الآن يعد تكريساً واضحاً معترفاً به دولياً لسيادتنا المالية وتعزيزاً للثقة لدى مختلف الشركاء في ماليتنا العمومية وفي صلابتها كما قلت رغم الظروف الصعبة والسياق الدولي الاستثنائي الذي يمر منه العالم ولا اليوم لا يشكل غاية في حدداته لأننا لأن الهدف هو وأن نستثمر كل هذه الهوامش في مواجهة ظروف صعبة واستثنائية ولكن أيضاً أن نحافظ على هذه الوتيرة وهذه الدينامية وعلى هذه الديمومة لضمان أسس متينة لاستدامة مصارينا الإصلاحي والتنمو الذي يقوده جلالة الملك نصره الله في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية لا سيما تلك التي صار يفردها السياق الدولي على كل دول العالم إن هذا المصاري الإصلاحي القائم على التكامل بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتوفيق الواقعي بين الطموحات والإمكانيات ويضمن استدامته بطبيعة الحال التدبير الأمثل لماليتنا العمومية وهو الذي سيمكننا من ضمان نجاح الانتقال ببلادنا بشكل متدرج من نموذج تقادم واستنفذ كل مقومات نجاحه إلى نموذج اقتصادي واجتماعي وبيئي متجدد يتلاءم ومتطلبات اللحظة التاريخية التي تعيشها بلادنا والعالم ويستجيب لانتظار المغاربة ويضمن الحق لأجيال الغد في مستقبل أفضل وحتى نخصص الجزء الذي يليق بالإجراءات الاجتماعية والاستجابة لمختلف انتظارات الطبقة العاملة سواء كانت في القطاع الخاص أو للقطاع العام لا يبد أن نسجل بأنه في هذا الإطار الصعب والاستثنائي اللي كما قلت اليوم هو واضح ويعيشه العالم خرجنا من أزمة كوفيد دامت لأكثر من سنتين تخنف في أمور مضطربة واجهنا إشكاليات تضخم ونواجهها حاليا وسيواجهها العالم مستقبلا في هذا الإطار كان لابد التحلي بالشجاعة الكافية وبالمسؤولية التامة لفتح حوار اجتماعي مع مختلف النقابات ليتواج أولا بمأسسة هذا الحوار الاجتماعي والذي يجري اليوم مرة كل ستة أشهر نقف من خلاله أولا على التطورات التي تعرفها الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لبلدنا ولكن أيضا للبث واستعمال الهواميش المالية للاستجابة بشكل تدريجي لمختلف متطلبات طبق العمل وفي هذا الإطار لابد أن ننذكره بأن المقاربة التي تم اعتمادها أولا هي أن الإصلاح القطاعي لكل قطاع معالجة متطلبات الاجتماعية والخاصة بموارده البشرية تتم بشكل كامل ومتكامل في تصور كامل واستراتيجي للنهوض بالقطاع وهكذا تم معالجة الإشكاليات المرتبطة بقطاع أو بموضة في قطاع السحة والتعليم وبعد ذلك التعليم العالي ومعالجة الإشكالات أيضا الأفقية المرتبطة بالطرقي ورفع الحساس أعتقد بأن بغض النظر عن المبلغ الذي تكلفهه هذا الحوار الاجتماعي فيما تمه سنة 24 وهناك الاختلاف في تقديم الأرقام وهو 14 المليئة نتعلم يفوق أولا المبلغ الذي خصص لعلى الأقل ثلاث حوارات اجتماعية في ثلاث ولايات حكومية سابقة وأتقد بأن التزام الحكومة وفي مقدمتها السيد رئيس الحكومة أمام النقابات في اللقاء الأخير بمواصلة الحوار بشكل مسؤول نتقاسم فيه المعطيات ونستعمل فيه الهوامش أيضا لأنه في نهاية المطاف الإجراءات التي تهم دخل الموظفين إجراءات تعمل في نهاية المطاف على الرفع من ظروف المعيش يلي فئة نعتز جميعا بمشاركتها في هذه العملية التنموية التي تحدثت عنها منذ البداية وتهم أيضا فئة عريضة أو فئة مجتمعية نعتقد بيننا كلنا مجمعين على أنها كانت دائما في الصفوف الأولى لمواجهة هذه الإشكالات والأزمات التي عاشتها بلادنا وعاشها العالم وفي مقدمتها جائحة كوفيد وبالتالي فالنقاش اليوم ليس على أحقية أو عدم أحقية أو مشروعية أو عدم مشروعية بل النقاش والإطار الذي توجه النقاش المؤسسات بين الحكومة ورئيسها والنقابات هو أن نلتقي باستمرار مرة كل ستة أشهر الموعيد القادم إن شاء الله سيكون قبل إعداد مشروع قانون المالي لسنة 2024 وكما قلت وهو فرصة لعرض كل المعطيات المرتبطة بالإطار الذي نؤسس فيه لهذا المشروع المقبل إن شاء الله نتعلى السنة المقبلة مع الالتزام باستعمال كل الهوامش المتاحة للرفع من القدرة الشرائية لهذه الشريحة شكرا على حسن انتباهكم والسلام عليكم شكرا سيد الوزير قتلكم قرابة ستة دقائق الوقت المخصص لكم إذا كانت شيء تساؤلات أخرى قد تريد في تعقبات السادة المستشارين المحترمين إذن أدخل في سلسلة التعقيب على جواب السيد الوزير وأعطي الكلمة للفريق التجمع الوطني الأحرار تفضلوا السيد المستشار المحترم شكرا واجهتموها بشجاعة وباستثمار كل الهوامش الدستورية والمالية كالتدخل عبر مراسيم تهدف إلى حماية القدرة الشرائية للمواطن أو من خلال المواكبة والمراقبة في هذا الإطار جئتم بمشروع المرسوم المتعلق بفتحة مادات إضافية ببلغت عشرة ملايار ذرهم نتيجة تحصيل مداخل إضافية لتلبية أولويات ملحة تخص المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والبرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومواجهة عكاسات التدخم على القدرة الشرائية للمواطن ودعم قطاع السياحة معتبرين هذه الاختيارات صائبة وتجسد بالملموس المجهود الإرادة لحكومة متفائلة ومتفائلة في تبني سياسة استباقية وإرادة يتقاسمها جميع المغاربة من أجل رفع الرهانات والتحديات التي تواجه بلادنا تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك حفظه الله رافعين الشعار لا للمزايدة السياسية فيما يتعلق بموضوع الأسعار واضعين نصب أعينكم منشغالات واهتمامات المواطن البسيط وهنا نؤكد على صوابية إصلاحات التي قمتم بها في قانون المالية 2023 والتي أثمرت عن زيادات مهمة في مداخل الميزانية والتي تشغلون على توزيعها بمنطق الإيديولوجيا احت القيادة المتبصرة لجلالة الملك النصر والله بعد خلوج بلادنا من المنطقة الرمادية والحصول على خط ائتماني بغلاف مالي وصل إلى 5 مليارات دولار من مؤسسة صندوق النقد الدولي مؤكدين على أهمية محاور هذا النجاح وهي تنزيل مقرجات الحوار الاجتماعي وورج حماية الاجتماعية من خلال دعم قطاعي الصحة والتعليم إضافة إلى استمرار دعم صندوق المقاصة تحفيز ودعم المقاولة الوطنية ومواكبتها بما يضمن لها آفاقا واعدة للاستثمار ومحاققة لفرص الشغل تحقيق العدالة الجبائية عبر توسيع الوعاء الضريبي ومحاربة المتملسين وإخداعهم للنظام الجبائي في أفق القضاء على الاقتصاد الغير المهيكل مواصلة الإصلاح الجبائي في أفق توحيد نسب الضريب على الشركات في انتظار فتح ورش إصلاح الضريبة على القيمة المضافة توطيد عنصر التقى وإصلاح القطاعات الاجتماعية ومواكبة القطاعات الاقتصادية ومواصلة بها الأوراش الكبرى على رأسها الموانئ ومحطات تحرية المياه البحر وتصفية المياه العادمة القطع مع منطق الإعفاءات ودعم القطاعات في وضعية صعبة بكل وضوح سيد الوزير المحترام سندعمكم داخل فرق تجمع الوطني للأحرار على مواصلة إصلاح قطاع المالية العمومية بهدف دعم وتقوية حصيل التنفيذ قوانين المالية من خلال مراجعة مستضاياة قانونية وشكرا سيد المستشار أعطي الكلمة للمستشار من فريق الحركي تفضله الشريف إدريتي سيد الوزير سيد الوزارات سيد المستشار أخواني المستشارات سيد الوزير لا يختلف إثنان في الحقيقة في تقديم ليدرته والعرض ليدرته مهم جدا حتى من سقش كتعمم هذه السوداوية لكينة ديال أن الميزانية ديال الدولة فيها إشكالية كبيرة إلا أنه المالية العمومية سيد الوزير كانت إجابة ديال كانت أسئلة وكانت إجابة في نفس الوقت في العرض ديالكم وهذا مهم جدا بالنسبة لنا لأنه على الأقل تفهمنا مجموعة ديال المسايد سيد الوزير بغينا أكثر إذا كان إمكاني أنكم شرحوا لنا الدين الخارجي والدين الداخلي والارتفاع دياله في هذه السنوات التي هضرنا عليها من 2020 تلدابة وهنا كانت توجهة سيدنا نصر الله في هذا الصندوق الكوفيد في الحقيقة أعطى واحد دفعة كبيرة لمالية العمومية ولو لا هذا الصندوق هذا لكان يكون اختلال في التوازنات لهذا الصندوق بغينا نعرف السيد وزير كذلك الإشكاليات التي هضرته إلى أنه كان تراجع في الدين وحين عندنا كان الدين يطالع بغينا نفهمه أكثر لأنه في المدخلة ديالكم كيتبان بأنه تراجعت من 72 مليار إلى 69 مليار بغينا بغينا تهضروا أكثر على الدين الداخلي الذي يعيش مشاكل كبيرة واللي يوم 13 ألف تقريبا للمقاولة التي يوم في إشكالات كبيرة واللي تبين بأنهم وصلوا الإفلاس وهذا الإشكال هذا السيد الوزير مشكل كبيرة لأنه كان من يمكن مقاولة مع أمورها معادات ديال العمال السيد الوزير هضرتو كذلك على إجراءة الليدرتو في القضية ديالسياحة القضية ديالطول القضية ديالفلاحة القضية ديال المأساسة ديال الحوار الاجتماع هذا مهم جدا بينا كنتظرون لنا كذلك على المداخل وتطرقلها بالتفاصيل ديالها لأننا بينا عافوا المداخل لأنه لم يكن المداخل لا يمكن إداروا إجراءات هذو وما بغينا إجراءات غير وفاحت توقيت بغينا إجراءات دائمة لأنه هذا إجراءات اجتعجالية واللي سيدنا الله أعطاد توجيهات خصوصا في المسائل الفلاحة والعلف والإشكال التي يعيش في اللحة كان إشكال كذلك السيد وزير كنت تمنين أنكم تضروا عليه والإقدام البنك المغرب على رفع نسبة الفائدة مرتين أو لا ثلاث مرات إلى الوصلة إلى 3% وهذا سيخلق إشكالية لا لا الاستثمار ولا كذلك الطبقة الوسطى للشراء ديال هذا الشي ديال السكن الاجتماعي وبالزاف ديال الإشكاليات التي ستطرح بغيناكم كذلك السيد الوزير تهضروا لنا على المسألة ديال على هذه المسألة التي تتعرض لها المقاولات فيما يخص الخلاص دياله السيد الوزير عندهم إشكالات كبيرة خصوصا العمران وواحد المجموعة التي تتصل بنا عندهم إشكالات كبيرة وكنت من أن يكون تدخول الوزارة المالية السيد مستشار ما كيش الوقت السيد الوزير اللي ندى أنه خصو لقاء آخر السيد مستشار الكلمة الآن لفريق الأصال والمعصار أود في البداية أن أهنئكم السيد الوزير المحترام على عرضكم القيم الذي تضمن معطيات وأرقام تعكس بالنموس المجهود المبذول من طرف الوزارة في تطوير منظومة المالية العمومية وتأمينها كرافعة لتنزيل الأوراش القبرى والعمل على تصيخ السيادة المالية في سياقات دولية جد صعبة تمكنت مسيد الوزير من تجاوزها وحققت نتائج إيجابية جدا عن زلزة حصيلة الوزارة وهي مناسبة نثمن فيها مجهوداتكم الجبارة لتنزيل الإصلاحات المالية والجبائية الهدف إلى تنويع موالد حسابات الدولة والاستفادة من الهوامش المالية رغم النفقات الإضافية والطارئة سيد الوزير المحترام إن اختيار المملكة المغربية لاستضافة الاجتماعات سنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي خلال شهر أكتوبر المقبل هذه السنة بمدينة مراكش لذليل قاطع على تموق نظومة المالية الدولية وتتويج لمجهوداتكم واعتراف بكفاءتكم وحنكتكم في تدبير الأمثل للمالية العمومية سيد الوزير المحترام إننا نسجل بكل فخر واعتزاز خروج المغرب من اللائحة الرمادية من قبل مجموعة العمل المالي وما أفرزته من نتائج إيجابية على مستوى جذب الاستثمارات الأجنبية وخلق مناخ أعمال تنفسي سيمكن لا محال من الحصول على تمهيلة مالية مهمة وبدون أي تعقيدات إن مجموعة هذه التدابير السيد الوزير المحترام ساعدت على مواجهة التضخم ومكنت من تغطية الزيادة في النفقات لمواجهة ارتفاع الأسعار على القدرة الشرائية للأسر والحفاظ على مخصصات الاستثمار العمومي والاستثمار في تنزيل الإصلاحات الاجتماعية التي باشرها المغرب وتعزيز النفقات المرسودة للسلم الاجتماعي وأداء واجبة الفاتورة الضقية المرتفعة ورصد عشرة بلاير درهم لدعم قطاعات سياحة والماء وتأمين دعم الفاتورة الكهربائية انطلاق مما سبق سيد الوزير محصرا فإننا نجدد في فريق الأصلات المعاصرة لإنشاد بكل ما تقومون به من الإصلاحات وندعوكم بهذه المناسبة لاتخاذ التدابير التالية أولا المزيد من آليات لجد بالقطاع غير المهيكل ثانيا إصدار المرسوب الجديد المتعلق بالمحاسبة العمومية من أجل التنزيل القلي لمادة 68 من القادون التنظيم المالية ثالثا اتخاذ تدابير تجعية لفائدة المقاولة الصغرى والمتوسطة وهي تدابير ستتساهم بتأكيد في تحسين وتطوير البالية العمومية نسجاما مع ربية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أيضاه الله ونصره وشكرا إذا نعطي الكلمة لمجموعة الكمفيدرالية الديمقراطية للشغل تفضلوا السيد مستشار المحترم المحترم إننا في مجموعة الكمفيدرالية الديمقراطية للشغل نسجل هشاشة المالية العمومية وعدم توازنها ودليلنا في ذلك التنامي الكبير لمعدل ديل إجمالي للخزينة الذي بلغ في نهاية سنة 2022 ما نسبته 69.7% من الناتج الداخل الخام وحسب القانون المالي لسنة 2023 ستقوم الخزينة باقتراض 130 مليار درهم عوض 105 مليار درهم موزعة بين الاقتراض الداخلي بمبلغ 70 مليار درهم وآخر خارجي بمبلغ 60 مليار درهم وبالتالي سيرتفع الدين العمومي الإجمالي إلى 83.2 من الناتج الداخل الخام عوض 82.5% سنة 2022 إن اللجوء الكثيف للسوق الداخلي لتغطية الحاجيات التمويلية يؤدي إلى ارتفاع تكلفة المديون ينتج الضغوطات على السوق الأولي لسندات الاقتراض الشيء الذي دفع الخزين للتخفيف من الضغوط على السوق الداخلي لإستخدام ما تبقى من الخط الاعتماني لسيول المدى على دابانك المغرب كموريد مالي لتمويل ديونها الخارجية كما بلغت تضخم مستويات غير مسبوقة حيث ارتفع أسعار المواد الغذائية بنسبة 16.8% والسلع الغير الغذائية بنسبة 3.9% وقد نسبت الحكومة ذلك لأسباب خارجية كالحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار المواد البترولية فشر السياسة في حين أن للتدخم أسباب داخلية بنية منها فشر السياسة الزراعية المنتهجة من خلال المخطط الأخضر الذي أهمل الزراعات المعيشية وزراعة حبوب والمواد الزيتية والعلفية والسكرية المرتبطة أساساً بالأمل الغذائي وتركيز الاهتمام بفلاحة التصديرية وغياب استراتيجية فاعلة في توزيع المواد الغذائية وتحكم اللوبيات في مسالك التوزيع وتعدد الوسطاء خاصة في أسواق الجملة إن عدم توازم المالية الدولة واقع عرته الأزمة الداخل لمتعددة الأوجه وغياب رؤية استراتيجية لمواجهة متغيالة الاقتصادية والمالية والنقدية الدولية التي أثرت على تأمين الحاجيات الضرورية للمواطن من المواد والسلع الزراعية الأمر الذي أدى إلى تزايد المطالب الشماعية خاصة تلك المرتبطة بتحسين الدخل وحماية القدرة الشرائية للمواطنين المغاردة إن الحكومة تجاهلت الوضع المزري للأجراء ولم تتجاوب مع بنو اتفاق 30 أبريل 2022 المتضمن العديد من الالتزامات التي تخص الزيادة العامة في الأجور ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل والدرجة الجديدة إذ كان من المفروض عليها تخصيص اعتمادات إضافية لتنفيذ التزامتها المتعلقة بتحسين الدخل باعتبار هذا الأجراء وسيلة لمواجهة غلاء المعيشة والحد من أثر التدخل سيد الوزير نتساءل عن 14 مليار درهم التي تحدى في الحوار الجماعي سيد الوزير نسائلك عن حديثك عن الحوار الجماعي المؤسس هاللقاء مع رئيس حكومة يعتبر حوار الجماعي سأعطيك أرقام تدل على أداء وإنجازات حكومة هجرة 152 ألف مغربي من البادية نحو المدينة في ظل حكومتكم ارتفاع عدد السجناء في سنة واحدة بسبعة شكرا لكم سيد مستشار محترم أعطي الكلمة للمستشار المحترم أستاذ ابن علوي تفضلي من خلال القانون التنظيمي رقم 130 13 لقانون المالية الذي شكل إصلاحا شريعيا ومؤسساتيا ساهم في تعزيز شفافية تدبيل المالية العمومية وقوى من حكامتها إن هذه الإصلاحات المهمة ساهمت في تحسن وضعية المالية العمومية ببلادنا وهو ما ينبغي أن ينعكس إيجابا على مختلف شرائح المجتمع المغربي وضمنها الطبقة الشغيلة لهذا نذكركم سيد الوازير بمطلب الزيادة العامة في الأوجور وبالدرجة الجديدة وذلك وفقا للاتفاق 30 أبريل وخاصة في دل ارتفاع الأسعار الذي عرفته بلادنا وندعوكم في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى ضرورة ترشيد الإنفاق العمومي في دل التدبيل المبني على النتائج ووضع نظام معلومات يمكن من تتبع نجاعة الأداء مع تمكين البرلمان من تقارير نجاعة في وقت مناسب من أجل مناقشتها محاربة الرشوة بمختلف تجلياتها وحماية المبلغين عنها مع الأسف تابعنا تعرض بعض المبلغين عن الرشوة لمضايقات التسريع بإصلاح المرسوم المنظم للصفقات العمومية مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحدات المتارة من طرف السيدات والسادة النواب والمستشارين إلزام الإدارات العمومية بنشر صفقاتها وإن نتائجها في مواقعها الرسمية وعدم اكتفاء بنشرها في البوابة الوطنية الموحدة تقليص مجال تدخل المراقب المالي فيما يتعلق بالمراقبة القبلية وتعزيز حضوره في المراقبة البعدية النشر السنوي لتقرية الصفقات بما فيها سندات الطلب والاتفاقات والعقود التي أبرمتها كل إدارة عمومية مراجعة الإطار القانوني للجنة الوطنية للطلبية العمومية عبر إصدار نصف قانوني ينظمها ودراسة إمكانية إلحاقها بمجلس المنافسة لتعزيز استقلاليتها التسريع بإخراج منظومة القانون الجنائي لسيما المقتضميات المرتبطة بربط المسؤولية بالمحاسبة وتجريم الإصراء الغير المشروع توسيع مجال تطبيق نظام التسريع بالممتلكات ليشمل الذين يتقلدون مسؤوليات عمومية أو إدارية وذويهم وأخيرا تنزيل مقتضاية القانون الإطار متعلق بالإصلاح الجبائي بما يساهم في خلق عدالة ضريبية بين مختلف الخاضعين وشكرا شكرا لسيد المستشار المحترم أعطي الكلمة الآن لأحد الممتلي فريق الاتحاد العام للمقاولات المغرب نشكركم سيد الوزير على جوابكم الغني بالمعطاية لا يخفى على أحد الوضع الاقتصادي العام الذي تعيشه غالب الدول العالم حيث يتغير الاقتصاد العالمي والمغربي من سنة إلى أخرى الأمر الذي يتطلب العمل على تكييف قانون المالية مع هذه التطورات من خلال سن بنود وضريبية ملائمة وشاملة وفي تقديرنا فقد نجحتم سيد الوزير في هذا الرهان إذ ننوه بمجهوداتكم في وضع قانون المالية لسنة 2023 الذي جعل من إصلاح الضريبة على الشركات أولوية مع الرغبة في وضع نظام ضريبي أكثر انسجاما وعدالة مما سيمنح الفاعلين الاقتصاديين مزيدا من الشفافية والوضوح بحلول سنة 2026 إن خروج المغرب من القائمة الرمادية لمجموعات العمل المالي غافي لا يعتبر تتويجا لجهود المملكة وإجراءات السباقية لتعزيز ترسان القانونية الوطنية بالإضافة إلى الميزانيات السنوية التي يتم تصويت عليها في قانون المالية يتطلب طلب اعتدامات إضافية لميزانيات الدولة كل سنة مثل غلاف 38 مليار درهم سنة 2022 للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة وكذا عشرات المريار درهم التي تم طالبها الأسبوع الماضي إننا في الاتحاد العام لمقاولات المغرب سندعم أي تمديد أو رفع من الميزانية التي تستهدف وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين واستكمال ورش الدولة الاجتماعية مثل هيكلة المشاريع متعلقة بتعميم مشاريع الحماية الاجتماعية أو مكافحة الجفاف أو تحلية المياه غير أن توسيع بنود الميزانية هذه يجب أن يؤدي إلى خفض إلى خلق فرص الشغل والقيمة المضافة مع الحفاظ على السيادة المالية للبلد بين خلال التفكير في مراجعة نسبة الديون للأجيال القادمة السيد الوزير المحترم إننا كقطع خاص وطني ومسؤول نأمل في الحصول على قراءة أعمق بشأن نسب توظيف بنود الميزانية مما سيساعد على اتخاذ قرارات سليمة لتجنب تجديد هذه البنود الغير المستغلة بشكل كامل أو ليست لها قيمة مضافة كافية مما سيمكن من تدبير أنجع لميزانية الدولة وفي الأخير أود أن أعبر لكم باسم الاتحاد العام لمقاولات المغرب عن انخراطنا الدائم للتعاون معكم في سبيل تحسين مرضودية وأداء المالية العمومية وترشيدها وشكرا شكرا سيد مستشار المحترم الآن الكلمة لأحد أفراد الفارق الاستقلالي المتمسك في الرتبة السابعة شكرا سيد رئيس سيد وزير نساند جهود الحكومة للاستعمال الهواميش الجبائية والمالية لتدخل مركز لصالح دعم الكهرباء ودزويد الساكنة بالماء كذلك لصالح السياحة وخصوصا تغطية النفقات المرتبطة بمواجهة نعكاسات تدخم على المواطن هذا يعني بأن الحكومة ليست مكتوفة الأيدي ولا تتفرج على الوضع ولكنها تتدخل وتدخل بشكل مركز والدعم رمشي فقط فطحين وسكوار البوطاق ولكن كذلك الكهرباء والماء الصالح للشرب والنقل وغيرها ولكن مع ذلك نريد إثارة انتباه الحكومة لبعض القضايا أساسية الأول منها هو الفائد من تنفيذ قانون المالية برسم الفصل الأول هو 6.3 مليار درهم فقط على مستوى الموارد العادية أي بيدون احتساب احتلاك الدين إذن 3.7 مليار منين غادي نجيبوه لأننا قلنا 10 مليار درهم منين غادي نجيبوه 3.7 مليار درهم واش من هو بوض الهتلاك الدين من 9 مليار في 2022 ربعا مليار في 2023 هذا يعني يعني اقتاردنا والهتلاك بط قتلنا شباركا ولكنها قرض في الأصل فقط نفهم هذه القادية المثال الثانية سيد الوزير والمتأخرات ديال الضاربة على إرجاع القيمة المضافة هي 39 مليار درهم والضاربة على الشركات هي 4.6 مليار درهم إذن هذه في حدود دجنبير 2021 هذه في الحقيقة رأى قروض إجبارية ولكن دون فوائد هذه الهوى مش اللي تنتكلموا عليها واش ماشي ربما على حساب المقاولة هذا ماشي مشكرة داخل في إطار تضامن الوطني ولكن ما فيها بس أننا نوضحوا هذه الأمار المثال الثالثة مزيان أننا كندعموا المكتب الوطني للماء والكهرباء هذا تاني تدخل في هذه السنة سعاد المليار ديال الدرهم ولكن هذا ماشي جديد أنا تنظن أنه سؤالتي راح نفسه إلى ماتا غادي نبقاه أننا ندخل باش نساعدوا المكتب الوطني للكهرباء والماء تدخل راح مقاسة مغلفة كينة إشكالية السيدة المالية للك الصندوق نعم باشر الإصلاح ولكن خلصنا نمشي بسرعة قصوى هذه الوضعية لا يمكننا أن نستمر فيها لأننا دائما نتدخل من أجل دعم المكتب الوطني للماء والكهرباء المرسوم التي اعتمدت الحكومة بتحدي مادة إضافياء حسب الدستور القانون التنظيم المالية كينة 3.5 مليار درهم لتخفيف من أطار التدخم وش هذه المصارف ستنائية لدعم اللحوم الخضار لتخفيف على المواطن نحن ندعم هذه الإجراءات متى سيبدأ العمل بها متى سينتهي بها العمل وش هي فقط مؤقتة وش غادي كون دعم بنيوي إلى غادي ذلك وفين وصلت الإجراءات ديال الحكومة لإصلاح الوسطة وكذلك سوق جملا وكذلك تخفض الضرائب على المدخلات في الإنتاج الفلاحي وش هناك ما زال هوا مش جبائية لمكالينا نستعملها باش نخفضه من الأسعار وشكرا جزيلا شكرا سيد المستشار المحترم وطير كلمة الآن لفريق الالتحاد العمل الشغالين بالمغرب فضلي سيد المستشار المحترم سيد المحترم لا يمكن لأي ملاحظ الموضوعي أن ينكر حجم وأهمية التدابير والإجراءات الحكومية التي اتخذتها الحكومة قصد تحسين أوضاع يقين على العديد من المستويات وهي مجهودات تظهر بوضوح سواء من خلال مأسسة الحوار الاجتماعي التكلفة المالية للحوار الاجتماعي غير المسبوقة سير الحوارات القطاعية في قطاع التعليم والصحة حيث تفاعلت الحكومة مع العديد من المطالب التي ظلت حاضرة في دفتر مطالب شغيلة منذ سنوات كذلك مواصلة دعم أسعار المواد والخدمات الأساسية من خلال لتخصيص اعتمادات مالية مهمة بلغت 40 مليار درهم هذا بالإضافة إلى ما تضمنه المرسوم الأخير المتعلق بفتح اعتمادات إضافية قدرها 10 ملايير درهم لفائدة مجموعة من فصول الميزانية العامة إننا ومن منطق النقابة المساهمة والشريكة وبكل الصدق والوضوح الذي يميز سلوكنا وخطابنا ومن منطلق الوفاء لثقة الشغيلة المغربية التي بوأت اتحاد العام للشغالين بالمغرب مكانة جد مهمة في مختلف الاستحقاقات التي عرفتها بلادنا في السنتين الأخيرتين نؤكد اليوم الحاجة إلى التفكير الجماعي والمسؤول في مداخل واقعية لتحسين دخل الطبقة الشغيلة التي تعاني من جراء الضرفية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة ولئن كانت الحكومة تعتبر أن تحسين الدخل متعدرا اليوم بصيغة الزيادة العامة في الأجور الذي يشكل مطلبا ملحا اليوم أكثر من أي وقت مضى فلا أقل من الزيادة الف الكرامة نعم سيد الوزير الزيادة في الكرامة التي لئن كانت لا تتطلب تكلفة مالية إلا أنها تتطلب إجراءات حكومية عاجلة لوقف المس بالحقوق والحريات النقابية التي تعاني منها الشغيلة في العديد من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية وقدف العديد من المؤسسات القطاع الخاص سيد الوزير المحترم لم تعد تفصلنا إلا شهور قليلة عن محطة مناقشة مشروع القانون المالي لسنة 2024 والذين تطلعوا إلى أن يحمل جديدا فيما يتعلق بتحسين دخل الطبقة الشغيلة فإذا كانت مداخل الدولة محدودة وهوامش المالي العام مضيقة فإن من شأن سن تدابير ضريبية جديدة خصوصا على الشركات التي تدر أرباحا كبيرة أن يشكل رافدا مهما للميذانية العامة تسمح بالزيادة العامة في الأجور وشكرا سيد الوزير شكرا لك سيدة المستشارة المحترمة أعطي الكلمة الآن لسعب الإله حضر الممتش الفريق الاشتراكي تفضل رئيس المحترم سيدة الوزيرين سادة والسادة المستشارون نشكر سيد الوزير على العرض الشيق الأرقام التي يدلل سيد الوزير وكانت واضحة جدا سيد الوزير المحترم إن التدبير المالي العمومي في بلادنا موضوع دراهنية متجددة ودائمة سواء على مستوى التخطيط أو الإعداد أو التنزيل الشيء الذي يتطلب جهود كبيرة وفعالة حول قصد تحسيني وحسن تدبيري وفي هذا السياق لا ننكر المجهود الذي تقومون به والتدبير المعقلا لهذا المجال مرتبط بعدة إشكالات كتدبير المديونية وخلق التوازنات المالية والتقليص من نسبة التدخم ورغم ذلك فإننا في الفارق للشراكين وجدد مطالبتنا ببدل المزيد من الجهود لتعزيزها من الشفافية والفاعلية وتحسين إدارة المخاطر المالية وتفادي العجز لتحقيق توازن مالي واقعي وحقيقي والذي يقتد التقليص من نسبة الإنفاق العام والرفع من مستوى الإرادات عبر كافة القطاعات مع توفير تمويل اللازم لسداد الدين العمومي من جهة وتلبية احتياجات بلادنا من جهة تانية من حيث التدبير والاستثمار خصوصا وأننا في خضم أزمة تدخم غير مسبوقة ألقت بضلالها على جل المجالات مما نتج عنها ضعف القدرة الشرائية للمواطنين وزيادة التكاليف الإنتاج والخدمات إضافة إلى هذا سيد الوزير لا يخفى على أحد أن المالية العمومية بلادنا تتأثر بتحولات اقتصادية والسياسية في الساحة الدولية كالتغيرات في أسعار الطاقة والتجارة الدولية وتقلبات سوق العمولات حيث يبرز هذا المواطن إشكاليات التبعية التي يجب التعامل معها بحزم وإرادة قوية لأن الموضوع لا يرتبط فقط بالحاضر وإشكاليته بل يرهن حتى الأجيال القادمة الأمر الذي يستوجب وضع مخطاطات وستراتيجية بعيدة وستراتيجيات بعيدة بعيدة المدى لتحسينها وذلك عبر زيادة الإيرادات عن طريق تنوير مصادر الدخل العمومي كتوسيع مجال الوعاء الضاريبي حتى يشمل جميع القطاعات والمجالات وتطوير آليات تحسين فعالة وحديثة مع العمل على خفض النفقات من خلال مراجعات وتقليص الإنفاق الحكومي غير ضروري والتكاليف العامة الزائدة وتقليص الدعم العمومي غير المستدام وشكرا سيد الوزير شكرا لكم سيد مستشار المحترم الكلمة الآن لمجموعة الدستوري الديمقراطي الاجتماعي تفضل لسيد مستشار المحترم شكرا سيد الوزير لقد اعتمد قانون المالي لسنة 2023 على أولويات يمكن تلخمسها في أربعة محاور تهم ترسيخ ركائز الدولة الشمعية وإنعاش الاقتصال الوطني من خلال دعم الاستثمار وتكريس العدالة المجالية واستعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات وعلى ذكر الهوامش فإن مشروع المرسوم الذي تقدمتم به والذي يرم فتح الاتمادات إضافية قدرها عشرة ملايار درهم لفائدة مجموعة من فصول الميزانية العامة في شقيها الجهيز والسير باعتبارها تكتسي طبعا ضروريا وملحا والارتباطها بتحسين الوضعية المالية لمجموعة من المؤسسات والوزارات وكذا تغطيت النفقات الإضافية المستعجلة المتبطة بمواجهة إشكالية ندرة المياه والعكاسات تدخم على القدرة الشرائية للمواطنين وهو الشئ الذي يعكس توجه الحكومة في التجاوب مع متطلبات المواطن المغربي كما أن المبادرة في اتخاذ مثل هذه القرارات ستكون لها لا محل وإنعكسات إيجابية فيما بعد كما يعلم الجميع السيد الوزير أن هذه الهوامش يمكن استفادة منها بطرقة سنة اثنين إما عبر فتح اتمادات إضافية كما فعلتم الآن أو عبر انتظار نهاية السنة المالية من أجل وفي حالة عدم تحقيق المداخ المنتظرة خلال السنة المالية الحالية لا قدر الله قد تزيد نسبة العجز وبالتالي سيء الوزير هل يمكن اعتبار هذه الخطوة مجازفة بالنسبة للحكومة بغض النظر على الإيجابيات التي ستحققها خلال هذه الفترة خصوصا بالنسبة لبعض المؤسسات وكذلك المواطن المغربي بالدرجة الأولى خاصة وخاصة أن الأسواق العالمية تعرف عدة تقلبات بالإضافة إلى تأثير المناخ على الإنتاج الفلاحي الشيء الذي قد يساهم في تعميق العجز سيء الوزير صراحة نثمن جرأة الحكومة في اتخاذ مثل هذه القرارات ذات مصلحة وطنية إلا أن سؤالنا اليوم من باب الاطمعنان لقوله تعالى وإذ قال إبراهيم ربي أريني كيف تحيي الموت قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ومن جهة أخرى وحتى تتمكن الحكومة من توجيه ووضع هذه الاعتمادات الإضافية في مكانها الصحيح وفق حكامة جيدة وجب اليوم وبمقاربة تشاركية التفكير في آليات دقيقة للتنزيل والأجراء لتحقيق العدالة المجالية واستفادة جهاز معينة بالدعم دون أخرى فلا يمكن بعد هذا العمل للجاد والمتواصل وتخصيص هذه الاعتمادات أن نقول بأننا بلغنا المراد لأننا تحقيق الغاية وبلوغ الهدف مرتبط بوضع هذه الاعتمادات في المكان الصحيح وشكرا سيد الوزير إننا في فريق الاتحاد المغربي للشغل نتفهم حجم الإرد التقيل الذي خلفته الحكومتين السابقتين والأعطاب الاجتماعية والاقتصاد لسياستهما اللاشعبية واللاديمقراطية خاصة في المجال الاجتماعي ونعي تمام الوعي أن تلت الزمن الحكومي الذي ولى لم يكن كافيا لوضع وتنفيد سياسة مالية عمومية منصفة وعادلة واتخاذ إجراءات مالية حقيقية وتدابير ضريبية جريئة تخفف الحمل على فئات واسعة من الجماهير الشعبية وعلى رأسها الطبقة العاملة ولكن سيد الوزير دعنا نتقاسم معكم همومة الطبقة العاملة المغربية التي اكتوت بالأمس بتداعيات جائحة كورونا وتكتوي اليوم بجائحة ارتفاع الأسعار الملهب والجنوني ألم ألم يحن الوقت سيد الوزير لاتخاذ إجراءات من شأنها أن تجعل المالية العمومية في خدمة وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة من خلال تجريم عدم التصريح والتصريح الكامل بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نظرا لما له من تأثير قوي ومباشر على وضعية العمال والدخار الوطني إجبارية تسجيل العمال وعموم المستخدمين في التأمين ضد الحوادث الشغل لما له من تأثير على الواقع المالي والوضعيات العمال اتخاذ تدابير جريئة للقطع مع القطاع غير المهيكل الذي يسيطر على النسيج الاقتصادي الوطني ويحرم خزينة الدولة من مداخيل ضريبية مهمة من شأنها التقليص من حدة عجز المالية العمومية محاربة التملص والغش الضريبي الذي بات يشكل القاعدة العامة في غياب آليات جزرية صارمة سن ضريبة تساعدية على التروى في إطار تضامن المجتمعي بين الأغنياء وباقي فئات المجتمع سن إجراءات ملموسة للقطع مع كافة أشكال الفساد والريع والامتيازات ومحاربة الاحتكار والمضاربات الإلغاء الجزئي والمرحلي للضريبة على القيمة المضافة تفية على المواد والخدمات الأساسية سيد الوزير ألم يحل الوقت للحديث عن تغيير اسم الضريبة على الدخل إلى الضريبة على الأجر وتخفيضها إذ لا يمكن اعتبارها ضريبة على الدخل فشتان بين الدخل والأجر إن الطبقة العاملة تستنزف قدرتها الشرائية بالانتهاك الضريبي وهو الأعلى من نوعه في الحوض البحر الأبيض المتوسط بارتفاع نسبة البطالة والهاشاشة في العمل مما أدى إلى اتساع رقعة الفقر والدتار الطبقة الوسطى وتدهور الطبقة العاملة وشكرا الكلمة الآن لمجموعة العدالة الاجتماعية وهي آخر متدخل في سلسلة التعقيب على جواب سيد الوزير شكرا سيد الرئيس سيد الوزير المحترم نتفاهم السياق الدولي المضطرب والظروف الصعبة ونتم من فتح اعتمادات إضافية بما قدره ألف مليار سنتيم من أجل دعم القطع السياحة ودعم المكتب الوطني للماء والكهرباء ومن أجل ضمان استمرار النشاط الفلاحي ومع ذلك سيد الوزير المحترم في مجموعة العدالة الاجتماعية نعتقد أن من أبواب إصلاح المالية العمومية كان مجموعة من المداخل التي سنستردوها لكم سيد الوزير المحترم نحن نؤمن بأن الاستمرار في تنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 5021 متعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية والشبع العمومية لكتبلغ حوالي 760 مقاولة يعني خصة مشيف اتجاه تعزيز الحاكم مديرها وحل ما لم يعد له أهمية غير استنزاف المالية العمومية منها المكتب الوطني الماء والكهرباء الذي لم يعد يسير الأوراش الملكية الكبرى التي يتم إطلاقها لتلبية الحاجيات المتزايدة للساكنة والمقاولات المواطنة يعني بالطاقة الكهربائية والماء الصالح للشرب بغين السيد الوزير هذه المقاولات العمومية تكون كنمداج ذو قيمة مضافة عواضة تفاقم عزها المالي وارتفاع المديونية لهم هذه المقاولات لأن هذه المقاولات تتهم حوالي 15% من النتج الداخلي الخام أي حوالي 5000 مليار سنتيم كدعم عمومي السيد الوزير المحترم المدخل الثاني مرتبط بالإصلاحات الجبائية التي يمكن أن يوفر هو مشمالية مهمة وفي نفس الوقت دعم القدرة الشرائية للمواطنين وكبح ارتفاع الأسرار عن طريق أولا إصلاح الضريب على القيمة المضافة ثانيا خفض الضريب على الدخل ثالثا الزيادة في الأجور بما يتناسب والزيادة في الأسعار وهنا لا يجب الاعتماد على نظرية فريدمان لأن مبقى الصلحة بل يجب الاعتماد على الكفاءات والاجتهادات للاستفوز القجاع وهذه مناسبة لنعترف بمجهوداتكم وكفاءتكم العالية سيد الوزر المحترم بقدر ما نتم من مجهوداتكم القيمة بفتح اعتمادات إضافية توجه لحل إشكالية الرهنة ندعوكم إلى استكمال تنزيل توصيات المناظرات الوطنية حول الجبايات في أفوق تحقيق العدالة الجبائية وتجاوز عدد من نقائص التي تعتري النظام الضريبي الحالي من قبيل أولا كول تحفيزات الضريبية تكلب سهاء 3000 مليار سنتيم وهو يمثل حوالي جوج فاصلة خمسة من النتج الداخل الخام ثانيا خمسين فمئة من إيرادة الضريبة على القيمة المضافة كتجر من تقريبا مئة وخمسين شكرا سيد سيد المستشار انتهى الوقت تهدي 80% ضريبة على الشركات رابعا المغرب يحسر أكثر 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 في اسميز اللي أسنطين سنويا نتجة تعرض المقصص والآن نعطي الكلمة لسيد الوزير لردي على التعقيبات في طار الوقت المقصص شكرا سيد رئيس شكرا للسيدات والسيد المستشارين على تفاعلهم مع المدخلة اللي قمت بها في إطار توضيح الوضع عن تال المالية العمومية إلى متن شهر أبريل وأعتقد بأن هذا التوضيح شيء مهم في إطار مقاربة تشاركية صادقة لتقاسم فيها الأمور كما وفي هذا الإطار أعتقد بأنه لابد أن نوحد مفاهيمنا لمجموعة من الأمور وإلا سيبقى الاختلاف قائما وهيكليا أولا من اللي تنتكلم عن المديونية المديونية لا تقوم بها بنك المغرب تنتحدث عن المديونية الخزينة العامة للدولة بنك المغرب المسؤولين ينتعو يفقل القانون الذي صادقتم عليه المهمة الأساسية هي تدبير سياسة النقدية لبلادنا وكما نوضح شيئا المفاهيم الدولة أو الخزينة العامة للدولة تأخذ الفلوس اللي كيكون نشاة عندها وكتبلصيهم في السوق المالي وفق السعر الفائدة وفق لما تريتي قد تتمشي منهار ثلاث أيام أسبوع ثلاث شهر شهر إلى غير ذلك ومالي تخصوها الفلوس تتسلف الفلوس من السوق بالبند وكتعرفوا المتوريتي متاعه هذا اسميته التمويل منتاع واحد الميزانية كنصدق عليها في البرلمان التمويل ومشي هو الدين سنتفقوا على المفاهيم يقولهم فريدمان ولا سميت ولا واحد اخر مش مشكلة ولا ريكاردو مش هذا والإشكال إشكال هو أننا نتفقوا عليها إذن لما نتحدث عن الدين هو هو للدلطة هو الفرق بين مداخيل الدولة وما تتوقعه فينا فقط كي أعطينا واحد العجز هذا العجز كيتم تمويل نتاعه باللجوء إلى الدين هذا الدين فيه الاختيار أنك تدير داخلي أو خارجي حسب السياسة النقدية المتوفرة إذا كان عندك واحد لطرزوري واحد الإمكانات تمويل هذا العجز داخل البلاد نتاعك كتديره وخصي يكون عندك الانديكاتور تعلق ريزارف نتاع الدوفيز في المستوى اللي يخليك تلبي الحاجيات نتاعك وإلا كان عندك واحد التخوف معين وكتسمح لك الدروف نتاعك أنك تمشي للسوق المالي بأسعار فائدة محترمة محترمة تتمشي بها كيف نتاعك كيف قلت لكم وإن المليار وإن سنتع الدولار عداء الآن وقلت بأنه في سنة 2020 كنا 72% ومليت تحت على نقطة من ناتيج الداخلي الخام 79 مليار 79 بوان بيب واحد بوان بيب هو 11 مليار وإذا تتعرف الفوليوم ضرب 79 في 11 وإعطاء المديونية البلد 2020 ثبتنا هال 69 فاصلة 8 هدفنا والذي جاء في البرنامج الحكومي وإن يكون فريدمان أو ريكاردو قناعتي أننا نرجع الأقل من 3% في المعدل في العجز لأن الاختيارات المسؤولة مهتم مهما اختلفت إديولوجيتها يمكن أنها تدار على حساب الأجيال المقبلة خلي المعدل على العجز في 3 ونقوم لإستقرار المدين ونقوم الاختيار الآن في هذه الاختيارات لن نوضح الدين ونك المغرب لا علاقة لهم بالدين لماذا المغرب رفع سعر الفائدة في إطار تدبير سياسة النقدية الأمل والهدف منها أنه يقلص شيئا من تدخ المغرب وإذا نريد أن نفهم هذه العمال التي تدرب ها في المغرب سنرى ما تدرت الأبناء المركزية الأخرى في البلدان الأخرى التي رفعت المعدل الفائدة بمستويات أعلى بكثرة الآن هذه المعدل الفائدة كلها تدخم هذا أمل يتراجع وراءها في منحاء إن شاء الله سيهبط غادي المعدل الفائدة يهبط لكي نرجع لسياسة القضية تتمكن اللجوء في أحسن الضرف الآن لكي نحاول نجاوب على الأسئلة كونها كيف كانت المعادلة تدبير المالية العمومية واضح لا يتحمل يتحمل قراءة سياسية ولا يتحمل المزايدات السياسية وانتهى الوقت سيد الوزير ولكن بعد إذن السيدات السادة المستشار إلى ما عندكم اعتراض نستأدنكم ونعطي الكلمة للسيد وزير من أجل الاستمرار شكرا شكرا على التفاهم هذه المعادلة هذه الموافقة لكم الآن تفضلوا السيد وزير تفضلوا من أجل اشتركوا في القناة لعجز ما يفوقش 3% ضروري خيار وفيه نقاش سياسي قد نختلف اختيارت على الحكومة انها تمشي لهذا المعدل باش ما نرفعش من المستوى المديني وباش الاجيال المقبلة ما تتحملش الاختيارات السياسية لهذا الحكومة تانيا اننا نديروا الاصلاح الضريبي اللي بالمناسبة داروا عليه زوج منتع المناظرات وخرج بخلاصات كان عليها الاجماع داباوش الاختيار هي نمشي والسخيرات نضم المناظرات الثالثة ولا نترجم الاصلاحات على ارض الواقع شكراي بناء اصلاح الضريبة على الشركات فيه نقاش غير نذكر بان الشركة اللي رهها الفوق تتخلص اليوم 40% في اليأس في الوقت اللي اليوم الذين يطالبون بالرفع منها جزء منهم لما كانوا في مصدر القرار كانت غير في 30% وتيخلصوا عشرة في المية في الديفيدان من اللي تنكمولي لهذاك السيد اللي عنده الرأس المال ودروف ديك الشركة تخلص نص الدولة وقنا له في إطار التضامن استخلص 5% هاد تضريب لا يحتمل الضغضاغة على العواطف لأنه يجب أن تديره في واحد المستوى لتحفط فعل الجدي بهذا الاستثمار ويجب أن تديره في واحد المستوى اللي يكون فيه العيب الضريبي يجعل بلادك موجي لهذا الاستثمار منه الوطني وإلا أجدوزنا هذه المدونات الاستثمار وكما نريد أن نديره العدالة المجالية إلى مدرنهاج بواحد لسوفنسون أديسونال لهذا المستثمار اللي يمشي كيف دائما تذكر السيد المستشار الورزازات وزاقورة كيف يتبهج كيف تتعطلون أنت هالثلاثين في المئات دونك اليوم تنقل هذا المعادلة في هذا الخيار دو عندنا سياسة اجتماعية أقرها وحدد أجندتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس صلى الله في سابقة اليوم تعتبر مثالا يحتد به لدى كل المؤسسات الدولية ولدى مختلف البلد في عز الأزمة كوفيد سيدنا الله ينصره قرر أنه يدير الحماية الاجتماعية لكافة المواطنات والمواطنين هذا خيار ترجمان تعالى أرض الواقع في 2023 اللي تنعيش اليوم في النهاية 2022 أكتوبر بالضبط كان خصوصا نحول قعلي رميديس اللي كان اليوم في الرميد إلى تغطية الصحية الإجبارية اللي تنستفدو بها احنا كاملي هذا المعطى يكلف 9.5 مليار ديرها أكيد وكما قلت في مناسبة سابقة كان حالة كان واحد كان مجدش لكارت واحد مداشده ولكن هذا واقع سنة 2023 هذي اللي تنعيش ستمنح تعويضات عائلية لكل المواطنات والمواطنين هكذا أراد صاحب الجلال بناء المجتمع المغربي هذا خيار للحكومة دارته ثم في هذا طابلو دبور اللي تنضبر في هذا المالية العمومية يوميا كان واحد المعطيات مرتبطة مناخية أعطت ربع سنين للجفاف في المغرب عندنا إشكال في الماء الصالح للشر لن أعود إلى مسبباته لن أعود معروفة أنتو كالاستراتيجية اللي قدمت هذه اللي رات نجز دابع قدمها السيزاهو دي هو وزير مكلف بالماء في القصر الملاكي فسف 2008 أو 2007 إلا ما خانتني شدد كيرا ذوك الأسباب معروفة بلا من دخوله في تفاصيلها هذه السياسة الماء اليوم خصصك تدير فيها المناطق تحت حلية الماء كلها وتدير فيها النقل بين الأحواض النقل بين الأحواض التي نقل أكثر من 800 مليون للحوض للرباط في الأول ومن بعد السد المسيرة لكي نعطينا مركز ما تدير يناهز 20 مليار من تديرها هذا خيار خيار إلا نقول أن ساكنة بلادنا تستحق منا التفاتة خاصة لتوفير الماء الصالحة أخي بدارت الحكومة رابعا نريد أو لا نريد لكي نوضح الأمور من لي واحد القطاع فلاحي كان يستهلك 4 مليار متر كوب أعطيت له مليار وسبين مية هذا هو الواقع السيد الفلاح يستهلك فلاحي يستهلك الماء يستهلك أكثر من النصف لا كان ومن هذا الفلاح الصغير خاصة كان عنده شيء بهاي تكلفوه العلف تضرب فزوج وفزوج 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 ماذا يريد أن يكون ماذا يريد لديه ماذا يريد إما يبيع بالخسارة ويبيع الغلاء ويستهلك ويعطينا 160 ألف مهاجئ وإما كيف تعليمات الملكية سيدنا الله الحكومة تدخل لتعالج هذه المعطيات وهذه المدخلات في الإنتاج حتى نضمنا أولا ممارسة النشاط الفلاحي بشكل مستمر وعادي من نجاوز الوقت تقولين وقفر وحتى نضمنا أن السوق تعطنا جندا السلعة ب أثمان في متناول المواطن المغربي أنا متفق مع الوساطة مكلفة متفق مع أن هناك إشكالات أرى تنولها وزير التجارة ولا يتنولها مستقبلاً اللي مهم وأساسي هو عندك عالم قروي يعيشوا بما نتحدث عنه واليوم هذا النشاط إلا ما تدخلنش باستعجالك ما أمر بذلك سيدنا الله ينصروا سنقعنا إشكالات إشكالات مجتمعية حقيقية هات طابلو دبوركي دائر هو هذا من الأولويات عندك واحد الإصلاح اجتماعي وعندك هذه الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بالماء المحاربة أو المحافظة على مستويات معقولة تدخم بتوفير هذه المواد الغدائية وأنا ألا متأكد بأن ستكلف كثير من عشر المليار نتعذرها وفي هذا الإطار خصصك إفكتيما تعالج الإشكالات أنت الطبقة الاجتماعية أنت الطبقة العاملة أنا قلت وش اللقاء مع رئيس الحكومة مؤسسة تطلق الحكومة مع الشركاء الاجتماعيين النقابات من رفض شهور في حوار صريح أنا أعتبره شيئا إيجابيا في إطار البناء الديمقراطي لبلدنا تخذنا في هذا الإطار تخذت قرارات حساب انتهاء أعطيتكم في داخل لجنة المالية بالوضوح يكلف كثير من 14 مليار درهم طبقة العاملة تستحق التفاتة خاصة وأكثر في إطار هذا الوضع تدخم المتزايد أكيد وهذا هو الهدف من أننا سوف نواصل الحوار في لجنة وقبل إعداد مشروع قانون المالية لاستثمار كما قلت كل الهواء ليس في هذا الإطار هذه هما الاختيارات لنقرأها سياسيا بمختلف التسورات ولكن لا نكلفها أكثر مما تستحمل من مزايدة السياسية هذا هو الهدف هذا هو الهدف هذا هو الهدف من المستشار كيف أردت كيف أردت ؟ هذا هو الهدف هذا هو الهدف وهذا يكون موضوع اتفاقيات أردت مع الجمعيات البيمهنية على القطاع لتضمن توزيع الوصول في أحسن الظروف لمختلف الفلاحين وكما قلت خاصة الشرائح الضعيفة والمتوسطة منهم المسألة لوني أنا قلت قبلها بأنه دعم مباشر لقدرة شرائية مرتبطة باستعمال الكهرباء الإصلاح للجيبايات خيار لا محد عنه إذا نذهب إلى درنالياس والهدف سوف نوصل التفكير في الهدف خاصة المراجعة الأشتر المرتبطة ضربة على الدخل المرتبطة أي أي لا يوجد مشكلة لا يوجد إسماله الذي يريد السيد المستشار لا يوجد ثم إصلاح المؤسسات العمومية نتندن بأننا خرجنا الوجود المؤسسة التي ستجمع 58 مؤسسة عمومية بدأت الاشتغال بدأت الأجهزة نتعاند على الاشتغال تم التعيين الرئيس المدير العام لها تشتغيل الهدف من الإصلاح نتعى هذه المؤسسة 58 وأننا نلقى تناغم والتوحيد في التدخلات نتاها أننا نعطوها أكثر فضاء لاستعمال ما تمتلكه من هوامي الشمالية باش تخلقنا واحد الفرص أكبر لمعدلات النمو وأكثر فعالية في تدخلتها الإنمائية أعتقد أننا نوقف عن هذا الحد السيد الرئيس شكرا سيدات السادة المستشارين شكرا لكم سيد الوزير على هذا الرد القيم ولأول مرة أعتقد أن استثناء المجلس المستشارين يعطي هذا الوقت الإضافي لوزير داخل هذه القبة من أجل تنوير السيدة والسادة والسادة المستشارين من خلالهم العام الوطني شكرا للجميع ورفعاتي الجلسة